منتخب الشباب يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بتعادل مع موزنبيق بداية كنا نتمنيها أفضل النهاردة منتخب مصر تعادل مع موزنبيق أضعف منتخبات المجموعة على الورق صحيح سيطرنا على الكرة تماماً بس بتصويبها واحدة على المرمى في 90 دقيقة كان ممكن الأداء يبقى أفضل بس هنعتبرها حم المباريات لفتتاحية وهنستنى الأفضل في اللي جاي بس اللي جاي المنتخب الناجيني وكمان السنغالي يعني محتاجين تركيز الجهاز الفني وطبعاً اللاعبين وربنا كده يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بس يا سيدي النهاردة منتخبنا الوطني تعادل مع موزنبيق في افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب تعادل سلبي دون أهداف كان الفوز مهم جداً في المباراة دي عشان المباراتين القادمتين للمنتخب في هذه المجموعة أصعب طبعاً من المنتخب الموزنبيقي عندك المنتخب الناجيني وعندك المنتخب السنغالي فكنا عايزين انطلاقة قوية ومحترمة النهاردة إحنا سيطرنا على الكورة كنا الأفضل في الاستحواز على الكورة ما كانش فيه فرص كتير خطيرة هي تصريبها واحدة على المرمى آه في بعض الملامح وبعض التميز لقليل من اللاعبين بصراحة مش كل اللاعبين أو كثير من اللاعبين ما تبسطناش من الآخر يعني عشان برضه ما قلتش كلام غير لحضراتكم شفتوه تقولوا إيه كريم بيقول أي كلام ما تبسطناش كنا نفسنا نشوف اللي أحسن من كده تمام يعني كلنا ما كناش مبسطين أهو ما فقاش خلاف دي أنا بس واقف عنده نقطة أولا أولا ده جيل منتخب شباب جيل منتخب شباب لسه بياخد خبراته ولسه بياخد شغله وإن شاء الله يبقى أفضل في الفترة اللي جاية ولو عندنا بزرة مواهب فبإذن الله لما يوصلوا إنهم ما يخشوا المنتخب الأول يبقوا جيدين ورائعين بس في شوية أفوارة لو تسمحوا لي يعني شوية أفوارة ياه الكرة المصرية ما فيهاش مواهب المنتخب سيء وليه كابتن محمود جابر هو المدرب وليه اتحاد الكرة سيء بالمنتخب بالشكل ده وليه 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 كل ده عشان أول مباراة في كاس الأمم تعدلنا سلبيا على فكرة بالمناسبة أنا شخصيا هقول كلام شبه ده لو لا قدر الله لا قدر الله لم نوفق ونسعد من هذه المجموعة لو لا قدر الله إن شاء الله ده ما يحصلش وبإذن الله أنا واصل بإذن الله لنحن نقدر أن نسعد بس إحنا لسه بنقول يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم لعيبة عندها عشرين سنة وانت نازل ومسكنهم تقطيع مدرب لسه بيقول يا هادي في بطولة رسمية تقطيع لسه لسه بالمناسبة منتخبات الشباب في العالم كله الهدف بتاعهم دايما ما بيبقاش الفوز والبطولة بيبقى الهدف منه تكوينهم إن هم يلعبوا في مباريات رسمية يلعبوا في مباريات تحت ضغط يشتغلوا في منافسات كثيرة نفسنا طبعا نوصل لكأس العالم كل الأمور ديت هدفها التجهيز والتأسيس للمنتخب الأول مش الهدف انك تاخد كاس أكبر منتخبات العالم ما بيفرقش معها البطولات العالمية والأوروبية والأفريقية أكبر منتخبات العالم بس آه طبعا نازم نعلم الشاب بتاعنا اللعب الشاب بتاعنا إنه يشتغل وينافس وإنه يحاول ياخد بطولة عشان ده الفكر اللي هيشتغل بيه طول عمره بس مش بكل هذه الضغوط يا جماعة أنا النهاردة ما كانش عجبني الأداء وأنا بفرج على المباريات دايق قوي وزعلان والفوز المفروض كان فيه يبقى في المتناول قدام المنتخب المزنبيك بس ده ما يخلنيش أقول إن المنتخب ده سيء واللعبين سيئين والكورة المصرية مش عام عندهاش مواهب وإحنا مش عام نطلع مواهب كل ده عش المباراة طب لو إحنا المباراة اللي جاية أمام المنتخب الناجيلي عملنا مباراة محترمة وكسبناها وبعدها عملنا مباراة محترمة قدام المنتخب السنغالي وكسبناها هنوحقلين بقى فجأة الجيل ده هو الجيل العظيم والنواة الرائعة لمنتخب مصر الأول في المستقبل الجيل ده هو اللي هيخلينا نكسر الدنيا بعد كده الجيل ده هو اللي هو 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 بالمناسبة يعني إحنا كان عندنا جيل رائع جدا مع الكبت إن شاء وغريب كسب كأس الأمم الأفريقية منتخب بالأولمبيا وتحت 23 سنة وبعد كده شارك في الأولمبيات لما شارك في الأولمبيات كسب كأس الأمم الأفريقية ولما شارك في الأولمبيات عندنا نقول ده منتخب ضعيف ومعفوش لعيبة ومش هنستفيد منه والكلام ده كله حتى اللي كسب مش عاجبنا بالمناسبة يعني نزبر بس يا جماعة وانا زي ما قلت لك احنا هنمشي مع بعض طريق واحد لو لا قدر الله حصل حاجة وحش بس لسه ما حصلش حاجة وحش ولا حاجة حلوة فنزبر احنا بنتكلم على لعيبة خبرات لما بنيه نتكلم على المنتخب الاول المنتخب الاول وبيشارك في بطولات كبيرة نقول ايه احنا ندعم المنتخب الاول لحد النهاية وفي بقى لعيبة اللي عندها تلاتين سنة وتلاتين سنة وخمسة وتلاتين سنة وخبرات عظيمة ومحترفين واه 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 وبنقعد ندعمهم منتخب الصغير منتخب اللي عنده لعيبين صغيرة السن ما عندهاش خبرات عديدة ولا تقدر تستحملوا الضغوط دايسين جامد قوي مش مختلف انه الاداء كان النهار ده مش حلو مش مختلف بس نعتبرها مبرافة تحية نعتبرها لحد ما نشوف اللي جاي بعد اللي جاي بقى نبقى نتكلم نتكلم بقى ايجابي او سلبي يعني قول ايه المنتخب ده هيبقى محترم جدا اللاعبين دول هيبقى رؤعين جدا او نقول لا واضح انه الجيل ده مش هيبقى عظيم ولا هيفيد المنتخب الاول وارد وارد يعني ده بالنسبة ليه المنتخب منتخب الشباب واول مباراة ليه المباراة اللي افتتحية في كأس الوقام الأفريقية عنده المواجهة القادمة امام المنتخب الناجيري زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كان فيه مواجهة قوية أيضا جامعة فيوتشر ببيراميدز في الكونفيدرالية الأفريقية اتعادلوا الفريقين او اتعادل الفريقين واحد محمد حمدي تقدم لبيراميدز في الديئة السبعة وبعد كده غنام محمد تعادل فيوتشر في الديئة 53 نقطتين لكل فريق في هذه المجموعة اتعادلوا النهاردة لا يخدم فريق فيوتشر لا يخدم فريق بيراميدز بس نتيجة كانت عادلة إلى حد كبير اللي فرج على المباراة يعني جيش الملكي في نفس الجولة اللي هو في نفس المجموعة كسب اسكو بوكار 5-1 جيش الملكي غالبا هيسعد عن هذه المجموعة غالبا يعني نتمنى نتمنى انه فيوتشر و بيراميدز يعملونا مفاجئ حلوه ويسعدوهما الاتنين بس الجيش نديجة أولى إجابية بالتعادل خارج أرضه وبعد كده فوز على ملعبه هو أربع نقاط هو متصدر هذه المجموعة وخبرات كبيرة للجيش الملكي في هذه البطولة فتتكلم فيه أمور ممكن تبقى صعبة على فيراميدز فيوتشر في كل الأحوال في كل الأحوال في فريق مصر هيسعد عن هذه المجموعة نتمنىهم اتنين بإذن الله يعني بإذن الله في الدوري الممتاز البنك الأهلي واسموحة عدلاء إجابيا اتنين اتنين في المباراة مصيرة جدا سعيده سيمبوريه تعادل للبنك الأهلي في الديئة خمستاشر وبعد كده تعادل حسام حسن لسموحة في الديئة تسعة وخمسين من ضربة جزاء الهدف أمام حضراتكم ده هدف سيمبوريه وبعد كده الهدف بتاع حسام حسن من ضربة جزاء أحمد ياسر سجي الهدف الثاني للبنك الأهلي في الديئة واحد وستين وبعد كده اتطرد في الديئة خمسة وستين مصطفى سعد ميسي أدرك التعادل لسموحة في الديئة ستة وسبعين عشان تنتهي المباراة بالتعادل الإجابي وهدفي سموحة لعباي النادي الأهلي مصطفى سعد ميسي وحسام حسن جي الأهداف أمام حضراتكم باكي لأني ما زال يعاني في جدول ترتيب الدوري المنتاز واسموحة يتحسن وايدا وايدا مع الكابتن أحمد سامي ده بالنسبة لمباريات اليوم بالنسبة للفرق والمنتخبات المصرية نروح بقى لنادي الزمالك الزمالك تنتظر مواجهة في منتهى القوة أمام الترجي التونسي في تونس يوم السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفرق حضراتكم عارفين أنه الزمالك قسر المباراة الأولى أمام شباب بولزداد وبعاكي أتعادل مع المريخ ومع نقطة واحدة والفوز مهم جدا على الترجي اللي كسم مباراتين على ملعبه وهيبقى فوز مهم وأتصور أن الزمالك يقدر بس الزمالك لو رجع لورى ثلاثة أو أربع شهور كده الزمالك بتاع الموسم الماضي الزمالك اللي كان بيعرف يدافع كويس وكان بيعرف يعمل تحولات أو هجمات مرتدة بشكل كويس لو عمل كده قدام الترجي وأتصور أن في ريلا هيلعم مباراة دفاعية قدام الترجي ويشتغل على التحولات والهجمات المرتدة الزمالك ممكن يظهر بشكل مميز على فكرة هو عيوب الزمالك الدفاعية بتظهر لما هو اللي بيهاجم لما هو اللي بيستحوز على الكورة بيبقى فيه مساحات في الخلف مساحات كارثية في النواحة الدفاعية عند النادي الزمالك في غياب الوانش بس الزمالك لما بيدافع ويبقى ورى الكورة بيبقى أفضل في التحولات وتلاقي بقى زيزو بيبدع وتلاقي سف جزير بيبدع هتلاقي معظم اللاعبين عندهم حلول في العجمات المرتدة طيب يظهر له في ريلا بقى المدير الفني نادي الزمالك من الكواليس بقى بيفكر في ايه قبل مواجهة الترجي التنسي يوم السبت القادم تعالوا نشوف أولا خلال الساعات الماضية حرص البرتغالي جوسفالدو فريرا المدير الفني للنادي الزمالك على تجهيز لعبيه بشكل جيد قبل مواجهة الترجي التنسي في الجولة السالسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لتصحيح مسيرة الفريق الذي تلقى الهزيمة في أول جولتين أمام شباب بوليسدات والمريخ وتحدث المدرب مع لعبيه أكثر من مرة حول الأخطاء التي شهادتها المباريات الماضية ثانيا وجه فريرا تحذيرا شديد اللهجة إلى شيكبالا بسبب انفعاله بعد استبداله في مباراة المريخ الماضية حيث أكد المدرب للعبه شيكبالا أنه يجب عليها أن يكون أكثر التزاما خصوصا وأنه قدوة لباقي اللاعبين موضحا له أن سبب استبداله هو تراجع اليقته البدنية ما أثر على دوره الدفاعي ثالثة المدير الفني البرتغالي قرر عدم ضم المدافع محمود حمدي الوينش لقائمة الفريق في مباراة الترجي حيث يفضل أن يستكمل عملية تأهيله على أن يخضع بعدها لكشف طبي أخير بعد مواجهة الترجي في تونس ليتم حسم موقفه قبل مواجهة العودة أمام الترجي فيها القاهرة ولا تستشارك فيها الوينش إذا أثبتت الكشفات الطبية سلامته بشكل نهائي في أمس الحاجة الزمالك للوينش في أمس الحاجة رابعا في ريلا قرر إعادة حمزة المسلوسة للمشاركة في خاط الدفاع على حساب المدافع الشام محمد طارق حيث يرى المدرب أنه أفضل في مثل هذه المباراة ويملوك خبرات لعابي شمال أفريق التي ستفيد الفريق أمام الترجي في ملعبه ووسط جماهيره وإن كان محمد طارق بالمناسبة مشروع مدافع جيد جدا المدرب الفني البرتغالي قرر أيضا الاعتماد على أحمد فتوح في مركز الزهيل أيسر على حساب محمد عبد الشافي حيث يرى فريلا النشيف يعاني من إجهات كبير وقد يتأثر مستوى في مباراة الترجي الذي لا بديل فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على أمال الاستمرار في البطولة سادسا فريلا قرر ضم السلاسي الجديد ناصر منسي واحمد بالحاج ومحمود شبان المعسكر الفريق قبل مواجهة الترجي وموقفهم من السفر مع الفريق إلى توني ستوقف على تلقي الزمالك وعدا من اتحاد الكرة بكيد اللاعبين حتى لو صباح السبت المقبل يوم المباراة ولكن إذا لم تتضح الرؤية حول إمكانية كيد السلاسي لن يضموهم فريلا لرحلة تونس لسه مع نادي الزمالك وعمر السيسي لاعب وسط الفريق تحدث مع أحد أفراد الجهاز المعاون له فريلا عن سبب استبعاده في المباراة الأخيرة وعن تشكيلة الفريق وعضو الجهاز الفني قال له إن ده أمر يخص فريلا وزبط له قاعدة مع فريلا هتكون غدا عشان يتكلم مع فريلا عن سبب استبعاده خد بالك الاجتماعات دي بتحصل دورية بين اللاعبين المستبعدين والمديرين الفنيين وأنا أتصور إن استبعاد عمر السيسي في المباراة الماضية ده مش بسبب عدم مقتنع من فريلا في إمكانيات اللاعب عمر السيسي هو بس عمر السيسي أدواره متشبكة فنيا شوية مع دونجا الاتنين بيلعبوا ستة بالمناسبة عمر السيسي ممكن يبقى ليه دور مهم في مباراة التراجي بالمناسبة يعني لو حب فريلا يلعب باتنين في وسط الملعب لهم أدوار دفاعية أكتر منها هجومية فعمر السيسي ودونجا هم الخيار المثالي طيب لو عايز يلعب واحد بس رقم ستة اللي هو دونجا لها أدوار دفاعية فقط واتنين لهم أدوار هجومية اللي هم بيتسميهم تمانية يبقى عمر السيسي ممكن يبقاش ليه دور فانا أعتقد أن استبعاد السيسي هو استبعاد فني له علاقة بطريقة لعب الراجل في المباراة الأخيرة طيب اتحاد الكورة كنت لست أتكلم مع حضراتكم بخصوص السلاسي المعلق قدهم في اتحاد الكورة بالنسبة النادي الزمالك ناصر منسي وشبانة وأيضا أحمد بالحاجة اتحاد الكورة تقدم تحديدا لجنة شؤون اللعبين في اتحاد الكورة بمذكرة إلى لجنة التظلمات لتوضيح سبب عدم قيد صفقات الزمالك الشتوية الحكاية إيه؟ أنه دلوقتي لجنة التظلمات تنظر في هذا الأمر اتحاد الكورة قال أنه اللعبة لن تقيد تمام؟ والزمالك بيقول أنه حقي أن اللعبة تتأيد والاتحاد الدولي لما اتبعث له الأمر قال أنه ده شأن داخلي فاتحاد الكورة ما زال عنده موقفه أنه لن يقيد اللعبين اللي غير موقفه هيفضل على موقفه طيب الزمالك شايف أنه عنده الحق أنه اللعبة تتأيد طيب مين اللي هيفصل بينهم؟ لجنة التظلمات تمام؟ فاتحاد الكورة لجنة شؤون اللعبين أرسلت لجنة التظلمات دفعها أو أسبابها لعدم القيد أو القيد السلسة اللعبين وقالوا أنه النادي الزمالك ما عملش الإجراءات الضرورية في مواعيد القيد المحددة اللي وردت بمنشور القيد الصادر في بداية الموسم اللي بينص صراحة على سداد رسوم القيد ورسوم الاستبدال وكذلك رسوم تنمية موارد الدولة في المواعيد المقررة وقيمتها 3 مليون جنيه لجنة شؤون اللعبين طالبت لجنة شؤون اللعبين باتحاد الكورة طالبت برفض التماس نادي الزمالك لقيد صفقاته بعد قرار الاتحاد الدولي بأن هذا الشأن شأن داخلي بس عشان ما تاخدش الكلمتين دول وتقول كده الموضوع باز على نادي الزمالك واللعبين مش تتأيد لا ده قرار بقى لجنة تظلمات هي اللي هتشوف الصحة فين عشان أنا عارف إن الحاجات دي فيها دايما خنات وصراعات وقصص وحكايات مش حكاياتنا دي بقى انت فاهمين الموضوع أنا بس بفاهمك الوضع انسى تحاد الكورة الوقت وانسى الزمالك يعني ما تقولش الزمالك ليه حق ولا ملوش ما تقولش اتحاد الكورة ليه حق ولا ملوش دلوقت الأمر عند لجنة تظلمات وقت أتصور إنه هم هيخدوا القرار العادل العادل فنزبر بقى نزبر ونشوف اللي هيحصل دي إن شاء الله يعني طيب معنا عبر الهاتف الآيان طيب طيب لسه التريفون مش معنا طيب التريفون مش معنا هرجعكم تاني بالنسبة لنادي الزمالك محتاج اللعيبة في أسرع وقت آه محتاج اللعيبة في أسرع واحد الثلاث لعيبة دول محتاجهم آه أكيد محتاجهم بس نسيب الأمور تاخد المسار الطبيعي وبهدوء في نفس الوقت دون تعطيل وإنجاز وكل واحد ياخد حقه كل واحد ياخد حقه طيب نروح ليه النادي الأهلي ومارس الكولر موديل فني ليه النادي الآلي في الساعات اللي فاتت بدأ يفكر بشكل كبير جدا في استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من التشكيل الأساسي للفريق بسبب خوفه من تجدد إقاف اللاعب مرة أخرى في الأيام اللي جاية كولر خايف أنه يعتمد على كهربا أساسي وفجأة اللاعب يتم إقافه وبالتالي لسه هيبدأ مع لعب جديد يدخل التشكيل عشان كده خرج كهربا شوية من حساباته الفترة دي لحين تحديد موقفه النهائي النادي الأهلي أيضا في الأيام الأخيرة بدأ يتكلم مع وكلاء لعبين عشان يشوفوا عرض للبرازيلي برونو سافيو في الصيف اللي جاي خصوصا بعد ما مارس الكولر بلغ إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة فيه النادي الأهلي إنه مش مقتنع باللعب ومش عايزه معاه الفترة اللي جاية بس الأهلي مستني إنه يبتعد شوية بصدار الجدول ترتيب الدوري ويبقى الأمور شوية مطمئنة عشان سابه ياخد مباريات وبالتالي يعرف النادي الأهلي يسوأه بدل ما هو مش موجود في تشكيلة الفريق الأساعة والاحتاطية وبالتالي صعب تسويقه في الخارج مارس الكولر كمان بيفكر في الوقت الحالي إنه يرجع خالد عبد الفتاح زغير أيمن الفريق للتشكيلة الأساسية مرة أخرى لكن هو عايز يعتمد عليه في خط الدفاع وهيكون على حساب ياسر إبراهيم كولر شاف إن خالد بيجيد في الجانب الدفاعي كويس وكمان يقدر يسند مع محمد هاني في اليمين وعنده مميزات الخروج بالكرة بشكل سليم لبناء الهجمات وهو ده اللي مخلي مارس الكولر مقتنع بفكرة من خالد عبد الفتاح ممكن يرجع تاني يلعب سنتر باك زي ملاعب قدام نادي الزمالك ده بالنسبة للنادي الأدي بالنسبة ليه منتخبنا الوطني الأول روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مصر رفض العرض لطلقات تحدي الكرة مؤخرا لمواجهة المكسيك والدين في أمريكا خلال شهر يونيو اللي جاي فيتوريا شاف إنه المسافة بعيدة خايف على اللاعبين من الإرهاق فيه ضغط كبير جدا فيه مباريات الدوري أو المباريات الأفريقية فشاف إنه المواجهة في أمريكا هتبقى صعبة على معظم اللاعبين وممكن لقد الله تسبب إصابات مين يا ترى مين يا ترى رئيس لجنة الحكام بعد كلاتنبرج مين يا ترى رئيس لجنة الحكام بعد كلاتنبرج ميلو بريرة ميلو بريرة برتغالي ميلو بريرة رئيساً للجنة الحكام المصرية خلفاً لكلاتنبرج مقابل 15 ألف دولار شهرية اتحاد الكرة توصل لهذا الاتفاق مع الحكم البرتغالي الأسبق ميلو بيريرا لتولي مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية زي ما قلت لكم مقابل 15 ألف دولار شهريا خلفا ليك لاتن بيرجي اللي تقدم بيه استقلته بيه ده الوضع الحالي عايزكم بقى ايه كل التفاصيل الممكنة احنا لسه الخبر جاينا عاجل دلوقتي تفاصيل ممكنة في هذا الامر بيتور مانويل بيريرا بيتور او مانويل ميلو بيريرا هو الحكم او رئيس لجنة الحكام الجديد الحكم البرتغالي الأسبق هو موليد 21 ابريل 1957 لصورته امام حضراتكم تولد في لشبونة وهو حكم كرة قدم برتغالي دولي سابق حكم في كأس العالم 1998 وكأس العالم 2002 وحكم في كأس العمم الأوروبية عام 2000 ده الحكم او رئيس لجنة الحكام الجديد مرة اخرى خلفا ليه مارك لاتن بيرج رئيس لجنة الحكام الأسبق نتمنى له التوفيق يا رب التوفيق يا رب التوفيق ليه والمسندة والدعم من اللي بيتسموا اللي بيتسموا أسرة التحكيم لو سمحتوا نبقى أسرة التحكيم مع الراجل ننجحوا لمصلحتنا كلنا ولمصلحة أسرة التحكيم من الراجل ينجح بما أنه خلاص بقى موجود لو سألتني عن رأي لو سألتني عن رأي شايف أنه وجوده وأنا قلت الكلام ده قبل كده مع الدكتور إيهاب الكومي ويقعده مجلس دارة اتحاد الكورة في مدخلة لو سألتني عن رأي وجوده في هذا التوقيت ما لهش قيمة كبيرة القيمة الوحيدة لوجود الراجل البرتغالي الجديد ده إنه هيشيل شوية ضغط على اتحاد الكورة هيشيل شوية ضغط من على اتحاد الكورة بس هيل حيعمل ليه الراجل ده يعني رئيس لجل الحكام قبل ما يحفظ الحكام وقبل ما يشتغل على الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة ويشوف من الحكام الجيدين ويرائبهم ويقول لهم أخطاهم كل ده هيكون الموسم خلص هيكون الموسم خلص فضل الأربع شهور ولا حاجة هيكون الموسم خلص فمشي يرفع الضغط عننا شوية وممكن نبصرها من جانب إيجابي آخر إنه ياخد الأربع شهور دول إنه يتعرف على اللي بيحصل في التحكيم والضغط والشغل اللي بيحصل في الكورة المصرية ويبدأ بقى زي ما يقولوا كده على نظيف الموسم اللي جاي نبدأ بقى شغل محترم شغل محترم إن شاء الله يعني ماشي نروح ليه قرعة البطارة العربية ليه رجال كرة الطائرة في نسختها الواحد واربعين اللي هتصطفها مصر خلال فترة من عشرين فبراير وحتى تلاتين أو تلاتة مارس المقبل اللي قرعة أصفرت عن وجود النادي الآلي في المجموعة الثانية تعالوا نشوف مع ان ديت لا هتقولنا يا جماعة الأول أهلي مع مجموعة اللي أنا كنت لسه بقرأ طيب الأهلي هيب مع الواقرة القطري وخبل المهرة اليمني ومصافي الشمال العرائي وبني ياس الإماراتي والسيب الأوماني هتقولنا بقى المجموعة الأولى تاني دي مجموعة النادي الآلي تعالفين أن النادي الزمالك انسحب من هذه البطولة الأهلي القطري في المجموعة الأولى مع الميناء اليمني والصداقة الفلسطيني والنصر البحريني والسواحلي الليبي وقزمة الكويت طيب زي مجموعة النادي الزمالك من الفرق اللي انسحبت مع أهل ترابلوس الليبي والكويت الكويتي وفريق أيضا الكوات الفلسطيني دول الفرق اللي انسحبت من هذه البطولة لأسباب مختلفة أتمنى إن شاء الله للنادي الآلي الفوز بهذه البطولة المهمة جدا نروح له نتاج مباريات اليوم بقى بشكل عام كمان بعيد عن الفرق المصريات حديث زي ما قلت لكم مصر كانت تعادلت مع موزنبيك في كأس الأهم الأفريقية للشباب بس السنغال فازت على المنتخب النجيري في إطار نفس المجموعة واحد صفر وفي الدولة المصر البنك الآلي تعادل إيجابيان اثنين اثنين مع سموحة وأيضا في الكونفيدرالية الجولة السنية في يوتشار تعادل إيجابيان واحد واحد مع بيرامدز والجيش الملكي المغربي فاز خمسة واحد على إسكوكارا ونتيجة كبيرة جدا في الدولة الإنجليزية بقى الممتاز في الجولة الأربعة وعشرين مانشستر يونيتد عمل أداء رائع جدا أمام ليستر سيتي وفاز تلاتة صفر خد بالك الشوت الأول مانشستر يونيتد اللي شاله دي خية شال هدفين بشكل رائع جدا الشوت الثاني تحول مانشستر يونيتد وتحول راشفورد اللي واخد نسخة كده راشفورد عمل أداء خرافي مع مانشستر يونيتد إيدل مانشستر يفوز تلاتة صفر في الطريق أو الاقتراب من صدارة الجدو خذ بالك وفارق بينه وبين مانشستر سيتي بس نقطة واحدة مانشستر سيتي في المركز التاني وهو في المركز التالي وفارق نقطة واحدة لحد ما يقرب من أرسلل وتوتن هام دخل المربع زي مرة أخرى وفاز على وست هام اتنين صفر في الدوري الأسباني أتليت كوماندريد فاز واحد صفر على أتليتك بالباو وبرشلونا فاز على قادش اتنين صفر في صدارة الدوري الأسباني في الدوري الإيطالي يوفينتوس أخينا فاز على سبيزيا اتنين صفر وروما مع جوزي مورينيو فاز واحد صفر على هلاس فيرونا طيب طيب ده الوضع في التهريات في العالم بالنسبة الدول الإنجليزي تحديدا مشتعل جدا وممتع جدا صعب تقول من اللي هيحسن الدولي خد بالك أرسنل في الصدارة وصدارة مش مضمونة رغم فارق النقاط بينه بين السيتي ويونيتد بس الصدارة مش مضمونة ليفربول كمان بيتحسن بيتحسن كثيرا ليفربول يقدر يلحق المربع الزهب وطبعا طبعا ليفربول صعب صعب أقرب للمستحيل طبعا إنه ياخد الدول الإنجليزي السنة دي بس يقدر يدخل المربع الزهبي لو حقق انتصارات متتالية في المباراة اللي جاية احنا لسه مكملين مع حضراتكم وبعد الفاصل هيكون معنا الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان مضارب حراس مرمى المكون العرب خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتن الكبير كابتن طارق سليمان مضارب حراس مرمى المكون العرب وايضا المضارب السابق لحراس مرمى النادي الأهلي كابتن طارق بتشرف وتنور كالعادة بنا يا كريمة كابتن كريم أنا اللي سعيدة إن أنا موجود معاك يعني دايما في رقم عشرة حبيبي واللي ما ببقى جابها بسعيدة إن أنا موجود في القناة الأولى طبعا ربنا يكرمك أنا عايز أولك حاجة فضل إنه نادرين بقى كمان في الكومنس بتاعة السادة المشاهدين إنه يطلبوا رأي حد في حاجة فأنا وعدتهم إن أول ما كابتن طريبا موجود هيرد على طوله على الحاجة دايت عشان كده أنا أخش في الجانب أي الحاجة ما أنا هجي لك طيب النهاردة هنتكلم شوية على المقولين حلوين عشان المقولين عملت شغلة عظيم جدا بس الحاجة اللي مطلوبة من السادة المشاهدين محمد الشناوي تمام ما له محمد الشناوي ده سؤال كده ما له محمد الشناوي محمد الشناوي الحارس الكبير الحارس الأول في مصر ما له الفترة الأخيرة بقى فيه أخطاء قريبة مذبوط طبعا ما فيه شك يعني خلينا نكلم احنا لو هنكلم على الشناوي طبعا هنكلم على فترة اللعبة في النادي الأهلي اللي هي من أول السنة دي يعني الشناوي ممكن يبقى كapanت الأخطاء ممكن تبقى مثلا يعني بيقول لو كل عشر مباريات في خطأ أو كل من عدد يعني عدد المباراة يقل يزيد والأخطاء بتقل فده يبقى طبعاً بتحسب الحرس المرمى وبتحسب يعني خلاص بيبقى الحرس المرمى ما عندوش مشاكل خالص اللهم كده كده أنا وحضرتك والستادة مشاهدي وكل الناس في العالم مش تختلف إنه الحرس هيغلط هيغلط طبعاً مش كده متابعة ده دايباً بقوله يعني كلما أخطاء تمام متابعة ده كلما يبقى أفضل يعني صحيح الناس طبعاً إيه يعني شوية لسه إحنا سايبين كاس العالم من وقت قليل جداً مفيش أربع خمس أيام ورجعنا على طول على مباراة الهلال فطبعاً فيه كرة في مباراة الهلال في مباراة فلامينجو اللي وقت من الشناوي يعني تصادم تقريباً ياسر إبراهيم تقريباً مع الشناوي فكرة وقت وحصل في بقى تعادل وفلامينجو رجع المباراة طبعاً مع كم كرة تانية يعني مش عسين بس نحط الاسبوت على كرة الشناوي في طبعاً انفراد شريف وطبعاً ضرب الجزاء عملها علي معلول وضرب الجزاء ضاياها علي معلول زائد فيه كرة البرزيتة وكنا برضو واضحة جداً في المباراة دي فدي لسه الخطأ ده كان قريب بالنسبة للشناوي يعني طبعاً انتجة ان حصل تصادم بينه وبين ياسر إبراهيم فكرة وقعت وزا ما شفناها داخلت هدف فالناس لسه فاكرها يعني لسه قريبة وبعدها بقى هنتكلم طبعاً على كرة الهلال لاني انا شايف يعني ممكن انها بقى مختلف شوية عن الناس كتير يعني انا ما بحبش ابداً انا بقول رأيي من وجهة نظري اني مقتنعي بها تماماً ووجهة نظري دي تبقى مجرده من اي اتجاهات مجرده من اي حسابات مجرده من حب وكره انا بقول وجهة نظري كرجل فني متخصص في الجزئية دي فلما بقول وجهة نظري انا بقى ما بتحملش على حد ولا بدافع على الشناوي قلت لي لقتي انه في رأيي مخالف عن اللي الناس شايفين حالك شايف ان الكرة دي مش خطأ من الشناوي مش عايزة اقول مش خطأ من الشناوي يعني ايه عايزة عايزة بقى فيه يعني الشناوي يعني فيه عزر للشناوي في الكرة دي هننكنل عليها برضو اللي عايزنا لكلما نبدأ يعني نتكلم من الله نبدأ نتكلم عليها يلا نبدأ نتكلم عليها بس هنتفئ ان الكرة دي سهلةnię ولا صعبة الكرة اللي جات قتل دي سهلة سهلة جدا انا معاك او سهلة جدا 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 طيب optimization طيب اه طابعا خد بالك انا theres a I'm traveling وكنت مع التمرين مبارح في الملعب وكنت متابع النتيجة وأنا في الملعب عرفت ان الاهل الخسران واحد اول عطول ما خلطنا تمرين كان المباراة خلصت اول حاجة عملتها جبت على طول الموبايل وجبت الهدف شفت الهدف كتير جدا جدا فوق متى تخيل هشوف الهدف في حاجة غلط تمت اصلا الكرة سهلة سهلة جدا شنوي تمركز كويس جدا لم راح لنحط اليمين ولم راح لنحط للشمال ولا خارج بره المرمى كتير بتاع الحلم عاناية اه دي اول لقطة الراجل لسه ما لقايبش الكرة مص كي على تمركز شنوي يعني الشنوي كده يعني بتهيل قريب جدا من المرمى يعني هبص خط المرمى فين تحس ان كعب رجله على خط المرمى دي اول صورة اه مش كده اه امشي بقى بالصورة اللي بعد كده الراجل بقى حق دي تمركز سليم الاول اه طب مليون في المية تمام بص يا كابتن كريم الكرة ايه مشت برضو الشنوي بص اه بدأ اياه بس رجل الشمال تطلع تطلع حاجة بسيطة امشي بقى الصورة اللي بعد كده تقريبا دي تقريبا تسع لقطات اللي بعد اه طول بقى امشي معناها جميعا سرورة اه طول اه لا انت رجعت كده تادي ماشي هات اللي بعد مفيش مشكلة انا اصلا اقولك ان تمركز كده ممتاز اه مش انهم مش بتقدم اه ولا مرحل يمين ولا مرحل اللي بعد امشي كمان اه سرورة اللي بعد كده كرة بتقرب اهيات هو برضو ايه قريب منها جدا تمام مفيش اي مشكلة مفيش اي صعوبة تماما امشي كاي الصورة اللي بعد كده برضو هنا الشنوة ايه كتطلع بربل الشمال قدام شوية بس برضو مش بتقدم بص اليمين فين قرابة جدا من خط المرمى يعني ما خدش مسلا ثلاثة اربع يارضات له قدام فبقت صعبة فبقت صعبة عليه انه الحقها من ضهره او مسلا جيه ناحية اليمين هنا ناحية الزاوة الدايقة اللي احنا بقونا عليها ديقة اللي هي ناحية ناحية يمينه والراجل بيرفع او بيحطها في المرمى خد خطوطين ثلاثة ناحية الزاوة اليمين فراحت ناحية الزاوة الايه الشمال ولا تقدم ثلاثة اربع يارضات مش ده برضو مش ده كل ده محصلش انت الآن بتقول لي انه هو تمركز البتاع اه تمركز بتاعه سليم مية ممتاز ممتاز لم راحل ناحية اليمين بزيادة ولا خد قرار انه انه يروح ناحية اليمين ولا خد قرار انه يتقدم ثلاثة اربع خطوات وكل عامل بس ان انطلع على راجل الشمال زي محرك شايف كده يعني حاجة بسيطة يرضى انما راجل اليمين لسه فين لسه داريبع على خط المرمى امشي كمان السورة اللي بعد كده بص كابت الكريم فجأة كده خد بالك الكورة جاية في بطن الشبكة على فكرة الكورة مش راحة في المقص انت شايفش السورة دي بص الكورة فين يا كابت الكريم لو ركزت قوي على نقطة بيضة نقطة بيضة فين بعد بعد دماغي الشناو بعد بعد عن ناحة ايدي الشناو اليمين فكرة النق سقطة فين تحت مش فوق يعني حتى مش راحة صعبة فان عيلية راحت في المقص فوق المقص اللي هناك المقص الشمالي اللي هناك مش راحة في المقص خالص فايه تحت سهلة برضو سهلة انا عايزة بس ايه كل حاجة سهلة على فكرة كل حاجة في الكورة دي ما بيش في صعوبة تماما للشناو طيب انا بقى هقول حاجة وانكن الناس هتطلع بقى تلاقي ناس مش عايفة يبقى فقى تحكم ومش عارفة كل الكلام ده انا ما باعتربش بيه اه فضل خلي بقى تعالي بقى من اللي موجود معانا النهاردة اه شو زعطية تعالينا بقى عشان نتكلن في النقطة دي فاحنا اتفقنا بصت بقى عشان ناو بيطير وكرة نازلة سقطة تحتي كرة مش عالية فكرة سهلة هاي سهلة جدا طيب في مشكلة حصلت في نص اللي ما سيخد بالك انا انا مبرح شفتها كتير وانا توقعت حاجة ان الكرة دي في مشكلة حصلت للشناوي فحصلت اتصال بيني وبين الشناوي عشان يعني اسأله السؤال اللي انا محيرني اتصلت بالشناوي ايه طبعا عشان انت عايز تفهم بقى انا بعت له رسالة هو رضى عليها برسالة على طول ورجعت تتواصلت معاك بالليل سألته ايه وقالك ايه انا زي ما قلت لك انا شفت الجول كتير جدا جدا انا علفت بقى ان فيه هجوم شارس بعد المباراة على طول هجوم بقى في السوشيال ميديا وخد بالك برامج ستوكشو كلها يعني يعني مزعين كبار وبتاع يعني بهدلو الشناوي مبارح بهدلوه فانا الحاجة اللي انا في دماغي دي عايز اتأكد منها فما فيش حد هتأكد منه غير ان انا اعمل ايه اتكلمش انا بعدت رسالة لشنا بعدها ما فيش فترة بسيطة ايه بقى وتلو ايه وتلو ايه وتلو ايه انا عايز اتأكد انا الكرة سهلة سهلة جدا جدا مفيش فاقي مشكلة خالص ايه اللي حصل انت تعاملت مع الكرة بعد الكرة عدت يعني الكرة مشت وعدت بعد ايه كنت بتعامل معها بعد ما ايه بعد ما عدت في المرمى يعني 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 يقوم بالك هو لو رافع ايده بدري شوية كرة هتعمل ايه هتقبط في ايده اليمين هو رافع ايده اليمين بعد كرة ما عملت ايه نزلت بعد ما عدت نزلت فهنا بقى يبقى في مشكلة هل الشناوي مثلا يعني فجأة كده مثلا لا سمح الله مثلا يعني اتعامه اه فجأة كده مثلا فقط بصره مش كده ولا ايه انا انا توقعت وقلت الكلام ده للجهاز فاني ان الشناوي فيه في وقت في الكرة جاية وكرة ماشية ما صار الكرة فيه وقت من الاوقات الشناوي ما شافش كرة من الشمس اه المصي بتلعب مبارح بالايه بالنهار ساعة ثلاثة اه فانا في وقت من قلت حتى الجهاز كله بكقال لي لا لا قلت له صدقني فيه شمس ما مش ممكن الكرة دي تخش في الشناوي انا تراجع اللي عبت كرة وقفت مشاهات كتير صح ولعبت في اوقات كتير بالنهار وفي اوقات يعني انا مجرد بص فيه هنا فيه هنا سبط فوق اه انا مجرد ما برفع عيني كده ما بشوفش صح فيه احسن لحظة كده بتجي انا بفكت ما بشوفش الكرة هي جاية في نص المسافة الشناوي مشافش الكرة خالص ام يعني فيه اوقات انا برفع ايدي يا كابتن كريم وكرة جاية ما بشوفهاش بس انا بستنى الكرة تقبط فين في ايدي انا مش شايفها صح فبرفع ايدي الشناوي في لحظة في نص المسافة ما شافش كرة تماماً كرة جات في عين الشمس بقيت الكرة في عين الشمس فالشناوي ما شافش الكرة خالص عشان كده كرة بعد ما عدد بدأ الشناوي يعمل إيه يتعامل معاه يعني ده اللي قالو لك الشناوي يعني ده اللي أثبت وقت نظر أنا أنا توقعت الكلام ده وقلته في قط اللبس بعد المباراة لما شفت الهدف في المقاولين في المقاولين المبارح بعد تمرين أجل كابتشاوي سألك كابتشاوي سألني طبعاً قال لي قال لي قال لي الشناوي يعني قدم رجله للشمال قدام فعلاً يعني زي ما كابتشاوي قال إن رجله الشمال تقدمت شوية بس إيه بس ما تقدمش مثلاً 3-4 ياردات له قدام يعني 3-4 ياردات له قدام دول يخلوه يبقى كرة تسقط في ظهره ما يلحقهاش إنما هم تقدم كل اللي عملوا إن رجلي الشمال يتقدمت بس رجلي مين زي ما تشوفت كده على خط المرمى والشناوي قال لك هي مشكلة في الشبس ما أنا أقول لك أنا توقعت الكلام ده وكت أنا مصر إن أنا امتبعت الرسالة للشناوي بعدها ما فيش وقت الليل بعت لي الرسالة قال لي يعني أنا ممكن أسمع الرسالة فقال لي فعلاً في نص المسافة مشوفتش الكرة خالص مش شفهاش تماماً ورجعت بقى يعني اتصلنا بالليل بالكلمت وبالليل بعد يعني رجع تعفو ما يرجع على لو الرسالة ما فيش كلام تاني وفي المايك ممكن يسمعها لك لا مثلاً يعني لو حراك عايز أنت بتقول أنت عايز لا يعني هو الشمس طبعاً حصل خد بالك خد بالك اللي بقوله ده كابتن كريم يعني ايه أنا مش عايز أبرر للشناوي إن ما هو الشناوي بيغلط كان فيه عنده خطأ في كاس العالم في الكرة اللي وقت نقيده بسمعوا الناس بقى بتسأل كابتن طاري إحنا دلوقتي نتحدث عن الحارس الأول في مصر طبعاً يلعب في النهار يلعب في الصبح يلعب بالليل يلعب في شمس يلعب في أي وضع هو بيعرف يتعامل مع هذه الأمور خاصة إن احنا نتحدث عن حارس له خبرات عالية طبعاً مفيش كلام فآه هو ممكن يبقى معذور صحيح بس يعني انت بتضارش توازر حارس زي محمد الشناوي بص يا كابتن كريم إحنا يعني خد باك إنت أنا أنا مش بلاقي مبررات للشناوي إنت عاف إن أنا لما بطلع أتكلم عنده خطأ طبعاً وتتكلم عن محمد الشناوي كمان بطلع عنده خطأ بقول إنه تعالى ما بتكلم بشكل محترم وإنه لا في التهاكم على أحد مش نشناوي بس أي حالي في مصر أنا مش رح حالة بقول في واحد واثنين وثلاثة واربعة بدون أي تجريح بدون أي تهاكم على أي حد فعنا بنشرح بقول يا جماعة في واحد واثنين وثلاثة واربعة وأنا الصور دي كلها أنا شفت الكرة دي وعملت سكرينشوت أكتر من يعني عشان عملت أكتر من عملت فيلم عملت فيلم عملت فيلم للموقف اللعب ده عشان أشوف مشكلة فين بالزبط فأنا مش شايف أي مشكلة غيرنا الراجل بتعامل مع الكرة والشناوي ما شاء الله طويل طويل مية وحتسعين سنتي ومش متقدم بينه وبن خط المر ما يرضى فيعني قولي كده إيه السبب إن الكرة دي يعني تمر من على الشناوي ويرفع إيده اليمين بعد الكرة ما تعمل إيه مش منطقية بعد الكرة ما تعدي مش منطقية أبدا عشان كده مستحيل عشان كده عشان كده أنا يعني الناس في زهول إن الجندا يخش في الشناوي فأنا والله أكسم بله أنا لا ببر للشناوي ولا أنا جاي النهاردة عشان أدفع الشناوي إحنا الحال أم اللي تتكلم على حالة فنية أنا بتكلم على حالة فنية قتير جداً قبل ما تواصل بس أنا عايزة عايزة يعني أشوف اللي أنا وجهة نظري دي صح ولا فما فيش حد يقولي ما هو أخبات الشناوي لما بقولي كده مش بقولي كده عشان يبرا يلاقي مبر إن شناوي بيغلط ولما بيغلط بقول أنا أغلط ما طلع قبل كده عبد الغزر في أكثر ممار لما بيغلط ولا بيحصل مثلاً بيخسر منبراءة أو بيخسر بيقولي أنا آسف حتى اللعبة كلها بتعمل كده صحيح فهو المشكلة وده خطأ برضه أنا يعني مش عايزة بقى فيه مبرر بس موضوع الشمسي ده بيحصل إحنا وإحنا وإحنا بيتمرن على فكرة إحنا بيتمرن كل يوم بالنهار أوقات كتير جداً بنتمرن بالنهار فأنا طبعاً بعمل كورسات من اليمين ومن الشمال ومن العمق ومن كل مكان في الملعب وأوقات بنشتغل وبيقى فيه شمس ففيه أوقات وإحنا بنشتغل فبص تلاقي حالية مرمى عامل إيده كده مش شايف حاجة بتعدي بس مش على طول بيعملها تاني تبص بقى يعني فيه أوقات كده وإحنا زمان لو إنت فاكر كان الحراس المرمى بيلبسه بيلبس كامل خد بالك هقول لك على حاجة تعال ما يرجع كده للموطسات كتير هتلاقي اللاعب بالنهار معادش كتري زي الأول أقل حاجة بتلعب الساعة خمسة بتبقى خلاص يعني واخد بالك دلوقتي معلش يعني السادات بتلاقي ايه دلوقتي بتلاقي الاستاد الاستاد متقفل لحد يعني بتلاقي حتى الشمس في نص في نص الملعب يعني فيه جزء كبير من النص الملعب كده هو اللي بيقى فيه شمس أو عالجنب شوية وبتروح في النماء انت لاعب الساعة ثلاثة والمباراة تخلص إمتى هتخلص كلها بالنهار انت دلوقتي بتلعب الساعة خمسة مغرب بعدها في أقل من وقت قليل دي نقطة تانية هتخش معاك فيها وكلامت فيها مبارح انه لأهل وزمالك تحديدا محتاجين يلعبوا المطشات اللي هي بتاعة اثنين اثنين ونص ثلاثة اللي ربا محتاجينهم يلعبوا المطشات دي عشان هما الاثنين حتى لما بيروحوا أفراكة بيتحطوا في بواقف زيه طبعا وكبان مش حراس المرة بس الفرقة كلها طبعا وهقولك على حاجة بص المفروض طالما انا هلعب بمرة بالنهار يعني الاهل سافر الخميس ما اعتقدش انه انا معرفش هو اتمرن تمرينة واحدة هناك كان لازم فيه اكتر من تمرينة هناك وجود الشمس ده يعني حاجة مهمة تتطلب ان انا اتمرن على اقل تلات تمرنات هناك مش لازمي على الملعب هتمرن في ملعب تاني بس على اقل فيه شمس موضوع الشمس ده ممكن يبقى الشناه وبقاله فترة كبيرة ما اشتغلش في حتى في النادي الاهل لما بيشتغل حتى مكنة مفيش مشكلة خطأ في تمرين خطأ في تأسيمة ففيش مشكلة قوي انما تعالى بس يرجع كده للزمن كده هت للاهل اخر كم الوشين في الدور العام او لعب مسلا ساعة 3 بالنهار هي العب بكرة بالنهار هي مباراة اسوان من وعدك الاهال والزمالك والزمالك سايد غلب من اسوان بالنهار مزبوط الاهالي والزمالك بيعانوا بيعانوا جدا بيعانوا جدا تلعب بالنهار طبعاً طبعاً فيش كلام فلازم إنه الموضوع ده يحصل فيه تعديل في الدوش أكيد وبرضو لو أنا هلعب بالنهار لازم أفجي على أقل تلات أيام أكباراً فيهم إيه أكباراً في وضعيدي الشمس طبعاً إيه لما بتجي في الشمس أنا عرف إنه بتبقى صعبة أنا أنا لعبت كتير في النهار وفيه أهوات ما بشوفش الكرة أهواتهم عامل إيدي كده بصها جاية في صابع ومعدية جاية في إيدي ونزلة قدامي ما بتتمسكش يعني تيجي في إيد واحدة ما بتبقاش أصلي خد بقى وضعية مسكة الكرة دي ما هي لها برضو لها وضعية يعني المهارة دي بتاع لها وضعية فلو ما جاتش في كاف إيدي من جوة وصابع عليها مش هتوقف هتوقف إزاي؟ مستحيل طبعاً تاخد إيدي وتمشي أه طبعاً فأنا برضو ما أنا مش جاية دافع على شناوي ولا جاية لقي مبرر إن أنا بقولي شناوي لأ أنا بقول في حال الحالة أنا بحل الحالة وعايزين برضو يعني يا جماعة الناس اللي بتنتقد شناوي مفيش مشكلة إن إحنا ما إحنا هو عاديت بنتكلم أهو بس ما نجرحش في حد يعني شناوي ده جول مصر شناوي ده من أفضل حراس مرمى في تاريخ مصر فعايزين برضو إيه وأتكلم على إيه حد تاني حتى لو في حد بيلعب برضو وعنده أخطأ هنتكلم عليه فنياً بس مش هنسئله في أي حاجة خالص أو هتهاكم عليه هاي في كل موقف لمحمد الشناوي كل موقف كل خطأ يتحدث الناس عن ضرورة ضم حارس جديد للنادي الآهلي ضرورة ضم حارس جديد للنادي الآهلي وليس لعبعاد الشناوي هو ده من يقولك إيه الأهلي محتاج حارس تاني عشان يضغط على الشناوي عشان يخل الشناوي يلك تزوجه هاي الأهلي في حاجة لحارس تاني؟ تماماً مش محتاجة طبعاً صدقني والله أنا عارف كل حراس مرمى لف مصر في حراس مرمى في النادي الآهلي فالاشهدناوي جول مصر وجول نادي الاهلي وبيلعب بس فيه ع zebra lift جول كويس جدا جدا وعنده ماشاء الله رصيل كبير جدا في M-B وناي بالنادي الاهلي مش كبير بس أرؤل والا product جول كويس جدا فيه مصطفى ش Titare جول كويس جدا والااتنين دول لعبوا السننة اللي فاتت في آخر الموسم وعنده ومستوى جيد وابسم الله الاتنين عاملوا مستوى كويس جدا جدا سواء مصطفى أو علي رطفي فأنا شايف ان الاهل مش مش محتاجة خالص مش معنى مش مع كل خطأ للشناوي اه منها كنت موجود في النادي الاهل برضو كل ما يبقى فيه خطأ هنا الشريف او للشناوي او لا الاهل محتاج حد الافاد الوامر لا الاهل محتاج احنا الاهل لما بيحتاج بي احنا ما احنا جبنا اه chemotherapy انا شايف ان الاهل مش محتاج الاهل لي عنده حراس مارمى مش محتاج هيجيب حد من برا خالص طيب في رأيي يقولك تما محمد الشناوي في الدور حتى يقعد نمطشين ثلاثة يخف الدغوط عليه شوية. انا معاك مية في المية. معاك. طبعا. معاك انا. معاك. اه. هي الفكرة في ايه? يريح شوية. مش قصد يا بص انت عندك تلعب في تلعب في بطولات كتير. صح. تلعب في الكاس. ادي ادي الكاس لعل اللطفي. ادي 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 المطشط للمصطفى الشوبير. اه. يعني يعني فيه مطشط تقدر. وعلى الفكرة الاهلي ليكسب برضو. اه. يعني لما هيلعب علل لطفي. لأنا مش هيخسر. اه. لما يلعب لمصطفى وبقول الان مش هيخسر. اه. فحاول ايه يبقى يعني يعني تخلق يعني ايه بقى في كده يعني. تخلق منافسة. طبعا تخلق منافسة وفي نفس الوقت الحالي تبقى جاهز. وبتريح الشيناوي شوما من ضغط يعني خلاص بلاتي العين عالشيناوي. طبعا. انه كل اللمسة بيتشناوي. ايه. يا خب بالك بالمناسبة. انا برضو مش مدافع عن الشيناوي. بس الشيناوي في مبارات الهلال هو شايل ضرب الجزاء. شايل ضرب الجزاء. ما احنا. في كاس العالم. شايل ضرب الجزاء. في كاس عام الاندية قبل الخطأ بتاع فرامينجو. شايل ضرب الجزاء. شايل ضرب الجزاء. واقول لك الحاجة. اه. وفي مطش مبارح شايل انفراد. بس ضرب شايل انفراد. غير ضرب الجزاء شايل انفراد. وعمل مطش كويس او مبارح. صح. انما حظوا بقى ان الكرة جات في يعني في في عين يعني في الشمس فقا في ممكن يعني اه يعني انما هو الخطأ ده يعني دي سأل دي تخش في الشيناوي مستحيل. اه. يعني انا عارف لو خطأ يعني لو علاقة بالنها حل فنية وهنتكلم في امور كتير اه مركزه غلط اه. الكارب بتاعه متاخر وهو بتعمل مع كرة في المهارة اخت اخ. حاجات كتير بنا ده نتكلم فيها في المنهج اللي احنا بنشغل عليه. اه. 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 اه دي مفيش فيها منهج. اه. دي مفيش فيها منهج اه. محمد شناوي المباريات الاخيرة ليه. انت شايفه في حالة جيدة ولا شايف انه فيه هبوط منطق في المستوى بيتعرض ليه اي حالس في العالم. بوسو شناوي اخر اخر ساة ست ساعة مباريات في الدوري افضل ما يكون. افضل ما يكون. افضل تماماً في الدوري. الاهل بيكسب وماشي كويس جداً على شهنةها عاماً ماشي كويسة جداً. إزمالك وغير الزمالك وبعد الزمالك الاهل ماشي كويس جداً. راح كاس العالم اول مباراة اختبارات الشهنة وفي كاس العالم مكنينش اختبارات كتير. بس الامانة برضو يعني يعني في مواقف كلها يعني اول مباراة اللي عيبناها مع مين? لعبناها مع اه اوكلاند. المباراة عدت بشكل كويس جداً مش اي مشاكل خالطة والشناوي الحاجات اللي بتجيو تعمل معها بشكل كويس. سواء كرة عرضية سواء فيه شوتر. فيه ممكن كرة ترده من سدر ولا حاجة. بس حاجات ايه مش مؤسرة. المباراة التانية اللي عبناها برضو مع الفريق الامريكي. سياتل. سياتل. برضو المباراة قدها بشكل كويس. ما كانش فيه ما كانش فيه اخرجوم يعني ما كانش فيه حاجات كتيرة على الشناوي. مباراة ريال مدريد انا شايف ان الشناوي عملها يعني دخل فيه اهداف. كل اهداف كانت صعبة. دخل فيه اربع اهداف. صدر بالجزاء من مودريدش. انما في مجمع المباراة انا شايف ما فيش ولا خطأ من الشناوي تماما. اللي اهلها عم المباراة كويسة. اللي جوان كلها صعبة. اوكلة سوري فلامينجو فيه خطأ من الشناوي. فيه زي ما بقولك كرة وقت من ايده. كان المفروض يلعب بوكس. ما كانش يمسك. ليه؟ التصدم اللي حصل ده. التصدم جمد قوي. فهيحصل هزة جمدة جدا في جسمك بالكامل. وطبيعي ان الكرة هتقع من ايدك. فكان لازمش انه هو طالع يقدر يبقى فيه ياخد باله. ان لما يحصل تصدم الكرة هتقع. وهتقع في مكان قريب من الرأس الحربة. فكان لازم يلعب بوكس. البوكس ده كانت طلع برة 18. وخباك الشناوي بيجد في البوكس بشكل كويس قوي. بيطلع في اي مكان في 18 فبيلعب بوكس. فبيتطلع كرة بعيدة في مسافة بعيدة. فبيتسمح له ان يرجع. وحتى لو هتتحط بالمسافة بعيدة دي. بتبقى صعبة ان يجيبها جميع مسافة بعيدة دي. فعنده خطأ طبعا في البارد. فلا مينجو انا معك 100%. ده محمد الشناوي. تمام. الله يا كيف اداء محمود ابو السعود في الدوري حلوتي. محمود ابو السعود هو افضل حارس في الدوري. افضل حارس في الدوري. بس? والله انا أشاتي مجروحة. بس اتعرف انا ما بعرفش انا معرفش اجامل. اه انا ما بعرفش اجامل. لما بنتكلم على سبعتاشر ومرأة القناة المقامل العرب لعبهم في الدوري السنة دي. اداء المقامل العرب. على فكرة في لعابة كتير عندنا كويسة مش يا أبو السعود بس لعابة كتير جدا جدا إنما أبو السعود هو واحد لو بنتكلم على الفترة خلاص يعني إحنا خلصنا الدور الأول وبدأنا الدور الثاني أبو السعود هو أفضل حارس في الدوري في الدور الأول بأداءه اللي قدمه مع المؤمن العرب يعني أبو السعود لازم بقى وجود في منتخب مصر لازم ما ينفعش بالأداء اللي بيقدمه أبو السعود السنة دي في الدوري مايبقاش واحد من ضمن ثلاث حراس مارو موجودين في الدورة حقول لك حقيقة كنت باسمع عن محمود أبو السعود زماني وانت راجدش اشتغلت معا يعني وقل لي صح أولت أو حتى صح بس تم تعديلها يعني كان دائما يتقلل محمود أبو السعود وقت ما كان بيلعب في النادي الأهلي إنه لا يتحمل الضغوط إنه هو حارس جيد جدا ومهاراته جيدة جدا بس يقدر يلعب في فريق ما عندوش جماهلية فيلعب هو مرتاح هل الكلام دا مظبوط؟ هل الكلام دا كان مظبوط وتعدل؟ بص أنا كلفت في النقطة دي مع أبو السعود أبو السعود يعني لعب سنة في المنصورة ما لعبش كتير وبعد السنة دي عطول انتقل للنادي الأهلي صحيح فكانت يعني نقلة نقلة كبيرة قوي نقلة كبيرة جدا طبعا ما استحملش أي حد يعني فالنقلة دي ايه مع يعني ما احنا كلنا من الأرياف وكلنا يعني طبعين برضو من يعني بيوت متوسطة ضغوط كبيرة برافو عليك فأبو السعود بعد ما فتعت فترة كبيرة في المعقول العرب احنا هتنسى اللي فاتت يا كابتن كريم مش عايز اقولك الضغوط اللي احنا كنا فيها احنا كنا بنعب آخر مباريات احنا خطأ من أبو السعود ممكن نزل درجة تانية صح دي برضو ضغوط صح بس بشكل تاني صح مش لازم تبقى جامع هدية بس ضغوط الفرقة كلها طبعا احنا بقولك فرقة بتنفس على الهبوط وموقفنا صعب جدا جدا وبسعود نجمل نجمل يعني في نهاية الموسم الثاني اللي فاتت عامل ماشيات جامدة جدا جدا وكسبنا يعني كان له لقطات في كل مورا كده مانت بتقولي انك اتكلمت معاه طبعا فقال لي ما هو حتى نفسه قال له يعني يعني كنت لسه بقلي سنة في المنصورة وطلعت المنصورة على فين على النادي الاهل فكان بالنسبة له ناقة الاهل دي كانت نقلة يعني خض جامدة يعني بالنسبة له ايه مكلسة بقى عارف انت بقى لما بتجي تقعد في القاهرة بقى تعيش بقى سنة واثنين وثلاثة اكيد في حاجات كثيرة بتتغير يعني طبعا طبعا انما هو دلوقتي لو راح النادي الاهلي بعد العمر اللي قده بقى في الدور الممتاز لاي بيجي لوقتي اكتر من مئتين وخمسين تلتموت مغراف الدوري وبقى خلاص بقى يعني الدنيا اتغير اتخلط بالنسبة له فالوقتي لأ اول سعودي يروح منتخب مصر يقدم اداء متميز يروح النادي الاهلي يروح اي مكان في مصر لان ابو سعودي جول كوي السؤال خارج السياق فضل ده بتقول ليه افضل حارس في مصر صحيح ده؟ تمام تمام تلاقيه معا انه الناس او يعني الاهلي محتاج حارس تاني لو طول بمحمود او سعودي في النادي الاهلي مرة اخرى هتبقى مبسوط وولادي هو طبعا في شك ان دي هتتجعل طبعا للإدارة في النادي ما في المال لا لا انا بقول لك وانا بقول حاجة خانية اصلا ومش حاجة طلبة انا بقول ابو سعودي احسن اداء في الدور السنة دي اه اه ابو سعودي كان في النادي الاهلي اه ويعني قاعد في النادي الاهلي فترة مش كبيرة ما خلتش فرصته كافية في النادي الاهلي يعني ما لعبش كتير في النادي الاهلي فترة لعبه ما كانتش كبيرة في النادي الاهلي فبرضو خبالك دي برضو من الحاجات اللي ايه عشان تلعب في النادي الاهلي وتتقايم كويس لازم تلعب كتير ؛ فاللعب الكثير دى طبعاً هيشوب بقى الحاجة الكويسة اللي بتظهر عند نابو السعود هاتبان إنما أبو السعودIDS مالعبش كتير في النادي الاهلي فعشان كده يعني إيه؟ عشان تقايمه يعني اللعب في النادي الاهلي واخد فرصته وكلام ده لا مش مش فترة كبيرة نخدش فرصة كبيرة إنها ابو السعود طبعاً بالمستوى اللي يقدمه בא Ḱπεو السعود فالنادي لا ينافس محمد الشهielle في منتخب مصر وينفس محمد الشهيناء وفي الندي الأهلي وينفس حراسيه كثير في الدوري يعني أنا بنقول في حراس مانم��자 في الدوري الكويسين بس الأمانة السنانية دي لسه يعني كان فيه aúnыч�� سنة فات حراس مانم��자 عامليه مستقى كويسية كان فيه محمود جاد بيلعب في امديو كان عمل مستقى كويس كان فيه محمد صبح بيلعب مع فرخ وcience محمد صبحي رجع تاني للمشاركة معانية الثمانية حتى لو على فترات يعني وليقى مباراة مباراة مصري من فترة كبيرة وكان انا شايفه من افضل يعني معامل مباراة كبيرة جدا مباراة مصري كان نهاية 2-2 وليقى مباراة اخيرة مع سنوحة ومباراة كبيرة جدا الولد ماشى الله جل موهوب ويبقى مستقبل كبير لنادي زمالك المنتخب مصر بس ما بيلعبش فعشان كده طبعا لما بيبقى فيه المراسمة حد قال يبقى انت طلبت محمد شبحي من فترة من سنين يعني مدرور كنت موجود في تدريب حراسة مرمى النادي الاهلي طلبتوا يبقى موجود في النادي الاهلي هل ده حقيقية؟ اه لا انا كنت مشيت اه لما بدأ محمد صبحي انا عرف ان هو جول كويس من المنتخب مصر لما كان بيلعب مع كابتن حمادا صدري اه كان موجود في المنتخب مصر طب رشحته للنادي الاهلي؟ ممكن اه ممكن رشحته للنادي الاهلي يعني لما بتسقق بقول ان فيه جون كويس كذا وفيه كذا يعني بأتكلم على محمد جد دايماً وبأتكلم على محمد صلح عشان تقول صغيرين في السن إنما أنا بقولك دايماً الأهلي صدقني والله لو طلعت عالي لطفي يلعب موسم بره النادي الأهلي هيبقى من أفضل حراس مهار ما في الدوري لو طلعت مصطفى شوبير بره النادي الأهلي ويلعب موسم كامل بص يا كابتن كريم هاي المشكلة أن الحراس ما بتلعبش يعني أنا بلعب في السنة 3-4 عم تشأتي وباعوا التاني زي ما كتب أكلم على بصعود ما هو ما خدش فرصيته برضو على اللطف ما هو ما لعبش كتير إنما خليه لعب بقى في النادي الأهلي مثلاً كده موسم كامل ويبقى عنده خطأ محمود عم سعود لعب كل مباراة المقاولين في الدوري السنة دي إحنا لعبنات سنة 18 مباراة مباراة في الكاس مع النادي الأهلي و 17 في الدوري محمود لعب الـ 18 كلهم اه الـ 18 كلهم ما هي دي النقطة يا كابتن نطول إنه أحياناً بيبقى عندك حارس متقالكة أو حارس السياسي حارس له خبرات ما بيخليكش إنت حتى كما نارى حراس مرمى أو جايس عشان كي أقول دايماً عشان كي أنا راجل أنا راجل لا ده مركزي اللي قد فيه كتير وكان معايا حارس مرمى في المقاولين بينفسني وكان حارس مرمى كويس جداً وكان عنده رصيد جسد سبع سنين وكان معايا جاء حارس مرمى تاني كان معاحمد صبر ومندوح إبراهيم فأنا ما قداميش حاجة لجبنانسبر حارس مرمى مركز واحد بس بيلعب فإحنا فيه بتلاتة بتتنافس على المركز ده أو أربعة هل إنت عندك المقدرة وعندك الشخصية إن إنت تتنافس مع زميلك وتلعب وتبقى كويس وترجع طوع التالي الحد ما تاخد فرصتك وتلعب وتبقى جون أساسي المركز ده صعب وعايز موصفات عايز موصفات شخصية عشان تقدر تكمل لإن حراس مرمى مش مركز مثلاً إيه إنت ممكن تنزل نصف ساعة ممكن تنزل شوت ممكن تنزل خمس دقايق الجول لأ عشان كان إحنا بنتكلم على أبو السعود لعب كل الماتشات صحيح ودور حسن شهين أو دور محمد سيحة أو دور رحمة العربي إنه يتمرنوا وجهزين في أي وقت صحيح ويتمرنوا وجهزين مقاولين بقى بشكل عام آخر مرة كنا مع بعض كان المقاولين قلتك إنه مش بشكل رائع جداً مزبوط بعد خلال الفترة دي بقى المقاولين مش بشكل أروع كمان في الفترة المقاولين كان فيه اتصار كبير جداً على غز المحل المقاولين المقاولين العرب السدادي يعني ما شاء الله يعني الفريق بقدم مستوى يعني كان أنا شاهدت أتبقى مجروحة دائماً بس أنا بقول إنه معنا مدرب كبير معنا مدرب يعني عنده تاريخ كبير جداً في كل الأنديال اللي اشتغل فيها حتى مش قبل المنتخبات كمان هو اشتغل منتخبات كتير وعمل تاريخ كبير جداً مع المنتخبات معنا مدرب كبير وشخصية شخصية بيعرف تتعامل كويس قوي قوي يعني مع اللعيبة يعني في المنظومة بص دائماً المدرب نجاحه مش بيقى فنياً بس صدقني مدرب عشان ينجح بينجح بحاجات كتير قوي منها إدارياً ايه هو إحنا في مصر كمان عندنا اسمه المدير الفني المدير الفني مدير شاطر طبعاً مدير بقى في الملعب خليل الملعب اللي فاتت واللي قبلها كان يعني متوسط عمر اللعبة كان عالي قوي مم فعلى السن اللي فاتت مش عدد لعيبة مش قليل عدد لعيبة كبير مم وجبنا لعيبة كتير مم يعني لعيبة صغيرة في السن مم وخد بالك تكون الفرق ده كله يا كابتن الكريم مم يعني لو بتقيسوا مثلاً بفوتشر أو ببرامد أو بسراميكا أو بالبنك الأهلي لا ده فيه إحنا يعني إحنا نجي تحت قوي مم بالنسبة للمصروف المصروفات اللي في السنة بالنسبة للعيبة لأقل بكتير بيدها من ديها كتير وعملين ماشي احنا واحد تلاتين بونت مم وماشيين كنا رابع طبعاً نزي بيدك لعب أكتر منها مباراة فانعايز أقولك إن كابتن شوقي بي ما شاء الله فنياً مم بيعرف يتعام بشكلسي قوي 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 أثناء المباراة والتغييرات والحاجات دي يعني فنياً مشكلة إنما كمان إدارياً دي مهمة جداً 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 نجاح المدارب زي ما أقول له حضراتك هو اللازم كمان يعرف تعلم مع اللعيبة وإزاي طلع دوافع من اللعيبة إزاي طلع يعني كل يوم بيبقى فيه هدف جديد إحنا كل يوم بنشتغل بيبقى عندنا بيتكلم على يعني في مرة من المرات كابتن شوقها بإن كنا راحين باللعب الزمالك المرات عندنا فيها صفر صفر هو إحنا في قالك اللعيب اللي مش بنازل عشان يكسى بيرفع ايده مش هايز على منه في مرة الزمالك في الزمالك آه في الزمالك وإحنا بلاعب الزمالك نازلت رعب الزمالك وبيقول اللعيب اللي مش عايز اللي مش نازل عشان يكسب انت ممكن ما تكسبش المباراة على فكرة يعني واري يعني بس هي الفكرة في إيه انت عايز تزدر عجوة اللعيبة إن أنا مش نازل عشان أقدم مباراة وبقى خايف وبقى مبسوط إن أنا عملت أداء كويس واخسر أنا مش عايز دايب فكرة اللعيب فكاتش هو غاية فكرة يعني اللعيبة بتبقى نازلت دلوقتي تبقى حد رفع ايده؟ لا طبعا وقال وقال عزك قال مش هايزة من اللعيبة أي اللعيب يعني خلاص إنما أنا بقى نازل عشان أكسب موضوع إن بص كل حاجة المودير الفني بيقولها يعني الملعيب قاعد بيحسها يعرف إن المودير الفني بيتكلمش كلام من جواه فالكلام ده بيفرق جدا مع اللعيبة وبيبان إن كان المدرب كلام اللي بيقوله ده فعلا هو حسه وصادق فيه فبيوصل للعيبة بشكل جدا تقصد إن في مدربين طبيعي كل المدربين هيقول اللعيبة بتاعته منزلوا كسبوا وعملوا مرة محترمة بس ساعات اللعب نفسه بيحس إن المدرب كيف أكتر مني اللعيبة أسكية اللعيبة أسكية جدا وبتبقى يعني وغد بالها كويس قوي المدرب بيتكلم أو المدرب العم أو المدرب الحراس بيتكلم إن كان الكلام ده فعلا هو بيقوله بصدقه هو فعلا بيصدقه هتوصل هتوصل جداً جداً هتوصل لك بشكل كويس قوي وفيه أوقات كتير جداً هيعرف إن المدرب ده بقول أي كلام مش هتوصل أصلاً هو مش بصدق اللي بيقوله أه طبعاً هو مش بصدق اللي بيقوله بتبقى بينا أخي بقى لك هكذا كريم فأنا بقولك إن إحنا كجهاز فني كلنا مع كابتن شاوئي بنشتغل كل واحد في اختصاصه كابتن معتمة جمال المدرب العام كابتن طلعت محرم كابتن محمد ناجي جده كابتن كمال عبدالواحد آآ أنا موجود في المنظومة طبعاً مبساطك في طبعاً والإدارة بقى كمان يا كابتن كريم آآ آآ الأمانة الإدارة يعني المواسس محسن صلاح والمواسس محمد عادل كل أسمان أنت بتقولها دي كلها أسمان محترم جداً مفرد لنا كل حاجة صح يعني بصراحة في ظاهرنا دايماً آآ يعني أي حاجة بنحتاجها بتلقي دايماً مواسس محمد العادل موجود معنا على طول في التمرين حيث فما شاء الله إحنا بنشتغل في منظومة محترمة جداً جداً وسعادات إن إحنا يعني مع بعض إحنا كجهاز فنية هسألك سؤال وأديك ثلاث اختيارات فضل المنتخب الأولمبي رفضت عرض تدريب منتخب الأولمبي لم يعرض عليك تدريب المنتخب الأولمبي اعتذرت بالشياكة عن تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي لم يعرض علي تدريب المنتخب الأولمبي لم يعرض البرامج قايت لك وعلى فكرة واللي وصل لي من بعض ناس من جوه ان المنتخب طبعا انت عارف انه طلع بيان لما الحاضر يمشي وكان من ضمن البيان ده ان يعني هما بيلوموا على الاتحاد السوري انه التفاوض مع الحاضر وكمان الحاضر ماسك منتخب فهما ان لانا عرفته كويس انه هما مش عايزين يجيبوا حد بيشتغل في مكان والمكان ده يعني ناجح فيه ويعني عشان برضو ايه هما حاولوا ان هما يجيبوا حد يعني الفترة اللي فهم قصلي يعني دلوقتي احنا زعلانين ان الحاضر يمشي وسام مكان وراح لمكان تاني فاحنا مش هنروا احنا كالتحاد كورة ليبوا واحد شغل في مكان هو طبعا ده منتخب مصر بالزبط وانا لو اتعرض علي منتخب مصر طبعا يعني لو اتعرض على المواتش محمد عادل او المواتش محسن صلاح انا هروح منتخب مصر ده شرف لأي حد ايا كان منتخب بجد والله يعني يعني ده فيش فيها كلام يعني انما هما يعني هما كالتحاد كورة قالك مش عايزين ده اللي انا عرفته انا عرفته من حد يعني حده جوه يعني انما عرض عليها رسمي من حد في الاتحاد لا ما اتعرضش عليها خالص ولا اقدر ارفض ان انا امشي منتخب مصر انا بصراحة لا بص موضوع ان انا انا موجود في مكان مستريح فيه جدا بصراحة يعني وانا الحمدلله بروح النادي وانا مبسوط جدا جدا وبنشتغل وبنعمل كل حاجة واحنا يعني انا قلت يعني ما زعلتش ان انا ما كلمونيش انما لو كان كلموني اه خد بالك زي بيقولك ده منتخب مصر ما قدش اقدر رفض بس برضو المكان اللي انا فيه يعني مستريح فيه فكانتها تبقى صعب عليه قبل سكتها في الاخر يعني يا جماعة ده منتخب مصر مش هادر اقول لا مش جاي مش هينفع انما انا مستريح في النادي جدا جدا ومبسوط بشغلي لا مستريح جدا يعني منتخب الشباب منتخب الشباب منتخب الشباب في كلام الافريقية متوقع لو ايه احنا طبعا تعادلنا النهاردة مع موزنبيق انا شايفه تعادل يعني اه بطعم الخسارة لانك انت هتلاعي فرقتين النهاردة السنغال تعريبا كسب واحد منتخب النجيري انا وشوفت المغراب السنغال ونجيريا معرفش المستوى اللي اتنين عاملين ازاي فعالورق ان موزنبيق اقل اقل من السنغال كاسم ونجيريا فاهلا احنا هنعمل ايه مع المنتخبين دول يعني مهم جدا ان احنا لازم نكسب عشان نصعد فانا شايف ان المنتخب يعني النهاردة ما كانش كوي حتى اللعبة كان شوية فاردي ما كانش في اللعبة جماعي ما وصلناش كتير للمرمى يعني انا شايف ان مبارا بشكل عام يعني ما المنتخب مقدمش كرة كويسة لا جول كويس مصطفى كان في الترسانة النادر الاهلي اشتراه بالترسانة بقاله سنتين موجود في النادر هو موجود مع احمد نادر السيد تعرف احمد نادر كان بيلعب كتير هو الاساسي حتى انا اتفاجئت انا قلت يا جماعة من اللي بيلعب لقيت المصطفى مخلوف اللي بيلعب يعني نمو الولد جول كويس وانا عارفه على فكرة من اي مكان في الترسانة يعني ده من متابع الحراسة جول كويس مع احمد نادر السيد جول كويس فمنافسة يعني طبعا بينهم اكيد الجهاز الفترة الاخيرة دي هو اللي موجود معهم على طول وشاف من اللي يبدأ يعني طبعا احمد نادر بادئ كل الماتشات اللي اتفرجنا عليها كان احمد نادر اللي بيبدأ فالنهاردة انت تيجي بمصطفى مخلوف يبقى في حاج اكيد فيه مستوى قدم مصطفى مخلوف بيساوي لعب المباراة بتاعت النهاردة. مفهوم. كابتل طريق كالعادة بتشرف وبتنور دايما الحوار معاك ممتع للغاية. ربنا يا كمك كريم انا سعيد جدا ان انا جت معاك والله بجد حبيب. وبنبقى سعيداء لما بتكلمونا وبنيجي يعني. يا حبيب دا شرف كبير. ربنا يا كمك شكرا شكرا جزيلا. لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الزملاء الاعزاء حسام زايد واحمد الهواري كواليس كتيرة معاهم خليكم معانا هنسمع منهم كلام مهم جدا بعد قصة الفاصل خليكم. يعلم بحضراتكم مرة اخرى زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل الفقرة دي فقرة كواليس مهمة جدا. مهمة جدا. وعشان تبقى مهمة جدا لازم الاتنين اللي يبقوا معايا دلوقتي مهمين جدا. وناس عظيمة جدا وجميلة جدا. حسام زايد واحمد الهواري حس بشرف ومنور. ربنا خليك يا كيمو انا دايما مبسوط ان انا بكون معاك وطبعا سعيد بظهوري الاول مع الصديق العزيز احمد الهواري. حبيب يا او براك يا كم. حبيب يا كيمو زي ما احسام بيقول كده مبسوطين احنا معاك وانا مبسوط ان احسام معانا بقى الاول مرة احسام على الهواري. شرفين ومنورين. طيب زي ما احنا متعودين هذه الفقرة. هذه الكروت تتبع حسام زايد. هذه الكروت تتبع احمد الهواري. دي عنوين الرجالة مدينهاري. وانا هقول لهم بس العنوان وهما يقولون باقي التفاصيل. يعني دي مش اسئلتي. دي عنوين هم. هما بس هيقولوا التفاصيل دلوقتي. نبدأ بالاستاذ حسام زايد عشان لقيت وانا ماشي كده عنوان بيسموه عنوين ايه? عنوان ايه بقى? اه. عنوان صادمة. اه. عنوان صادمة. اه. عنوان صادمة. نائب رئيس اتحاد الكرة يهدد بالاستقالة. صحيح. اه. 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 طبعا. بالزبط. طبعا الاستاذ خالد درندلي هو نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة القدم. احنا متابعين طبعا كلنا للفترة الاخيرة موضوع ملف قيد لعبي نادي زمالك التلاتة. وكان مجلس الادارة خد قرار بانه النادي اللي مش هيسدد مديونياته ومش هيتم قيد لعبية. وطبعا تابعنا كلنا ايه اللي حصل بعد كده وتطورات الموقف. في الاجتماع اللي فات. القصص خالد الدرندلي على الترابيزة قال لمجلس الادارة اذا غيرنا قرارنا في اللي خدناه في المجلس انا هقدم استقالتي. طبعا المجلس كله كان فيه طبعا حالة جدل بعد الجواب اللي جي من الفيفا ترى ايه اللي هيكون اللي هيحصل. فعلشان كده هو خد الاتجاه ده. وقال انه لو المجلس غير القرار اللي اعتمد في محضر رسمي انا هقدم استقالتي. والمجلس كان عايز يغير القرار؟ كان فيه مناقشات يعني. الموقف ايه دلوقتي بعد الخطاب اللي جي من الفيفا. لكن برضو احنا هنقول عندنا دلوقتي فيه موقف المجلس. موقف الاتحاد. اه موقف الاتحاد نفسه كمجلس ادارة. اه. فيه تصميم تام على تنفيذ القرار اللي خاده مجلس الادارة بعدم القيد لسبب. مش بسبب الماديونية دلوقتي لانه الموضوع تغير دلوقتي بقى. انه الزمالك ما سددش في الفترة القانونية ما سددش رسوم القيد نفسها. مش الماديونية. ده موضوع تاني دلوقتي غير الماديونية. علشان كده مجلس الادارة شايف ان الفيفا بالخطاب بتاعه قال له لو انت شوف اجراءاتك راجع اجراءاتك واخد القرار ده شأن داخلي. فالمجلس بيقول انه الشأن الداخلي بالنسبة له دلوقتي. الاجراءات غير مكتملة لانه الزمالك لم يسدد رسوم القيد نفسها في الفترة القانونية. برضو المعلومات اللي عندنا انه الموضوع قد يصل من الطرفين الاهلي والزمالك للفيفا. الاتحاد الكورة لو. الاتحاد الكورة والزمالك. والاهلي. ليه الاهلي. الاهلي شايف انه لو اتحاد الكورة غير موقفه وغير قراره وسجل لعب نادي الزمالك ده بالنسبة له هيكون يعني بيخل بمبدأ التطبيق اللوائح والعدالة في المسابقة وانه هو هيلجأ للفيفا هيقدم شكوه في الموضوع ده. الزمالك لو اللعبة ما تسجلتش مش هيروح للفيفا لا محكمة الرياضية الدولية لانه الموضوع خلاص دلوقتي من الفيفا رد على اتحاد الكورة. حوالي مش قد بعنوان في اللي هذا الاطار بس لازم اسألك اللي عندك في هذا الاطار طيب. خلينا اكلمك من جانب الزمالك وهكلمك برضو من ناحية اتحاد الكورة. من جانب الزمالك الزمالك دلوقتي هو خلاص رفع يده موضوع مستني الكرنات بتاعت اللايبة. الزمالك شايف ان هو ما اخطأش في اي حاجة. وانا ما عنديش مشكلة عشان ان تقفل عليها السيستم فما ايتش. انا ايت اللايبة او سجلتهم في المعدل محدد الساعة 11 ونص والاتحاد الدولي بعطت لك قال لك ده شأن داخلي. فانا وموقفي سليم تماما انا مستني الكرنات. من ناحية اتحاد الكورة هكمل على كلام حسام. كان في اجتماع مجلس ادارة من حوالي 10 ايام او اسبوعين. وتم التصويت في الاجتماع ده. اللايبة تتأيد ولا اللايبة ما تتأيدش. اتنين اللي رفضوا فكرة ان اللايبة تتأيد. هو الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة. وخالد درندلاء والأستاذ خالد درندل يناقب رايد. الاتحاد باقي المجلس كله. لا يا جماعة تتأيدوا. ما فيش ما يمنع ان احنا نأيدهم. وما فيش ما يمنع ان احنا نصطدم مع الزمالك. لان ده حق الزمالك. والزمالك ما اخطأش في حجم. وفيه اعضاء في اتحاد الكورة. لا فيه اعضاء تانية رفضين. اللي انا عارفوا ان الاتنين اللي رفضوا. هم رئيس اتحاد الكورة ونائب رئيس اتحاد الكورة. فبقول اللي عارف. لا فيه. لا فيه اعضاء. انا اصلا انا كلمت اعضاء كتير. ففيه اعضاء رفضين. هو ممكن. ممكن مثلا توقعي. في النقطة دي تحديدا. اللي هيكون. يعني عايز القصة تتحل او تمشي. كابتن حزم امام. لكن باقي المجلس مصر على على موقفه تماما يعني. اللي عارفوا ان اغلب اعضاء اتحاد الكورة او اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة موافقين ان اللعيبة تتأيد. والصناء اللي رفض هو استاذ جمال علام والاستاذ خالد درندلي وهم اللي بيقودوا الاتجاه. وفيه اعضاء في اتحاد الكورة تواصلوا مع الزمالك. وقالوا لهم موقفكوا قانوني وتمسكوا بحقه. الدكتور اهاب الكومي طلع من كم يوم في لقاء تلفزيوني على احدى القنوات. وقال بالصوت والصورة قال انه المشكلة اصبحت في ان الزمالك ما سددش رسوم القيدة. وليس في المديونية دلوقتي. ده بقى قصة تانية. فهنشوف في الايام الجاية ايه اللي هيحصل. تتوقع هيتأيده في الاخر ولا? لا احنا لسه قدام الازمة. رغم مختاب الفيفا واحنا لسه قدام الازمة لان زي محسن بيقول الزمالك ما سددش الرسوم قيدة العيبة فدي. انا في خطأ اداري ما. اه بس هو خطأ من مين. انا كزمالك انا كنت متوجد في الاتحاد. ولو قلت لي سدد رسوم هسدد انت اللي مش روجي. شام. فانت دلوقتي قدام ازمة هل هتكون بقى الازمة الجديدة ان الرسوم الزمالك ما سددهاش بعيدة عن المديونية. فبكرة في اجتماع للجنة التظلمات. هيبطوا في الموضوع وهنشوف القصة هتنتهي لايه يعني. عوز. ناخد اعنوانك بقى. يلا بينا. عشان اعنوان اكثر سخونة. اكثر صدمة. عشان اكثر صدمة. حقيقة ازمة اعتراض محمد صبح على عدم المشاركة امام المريخي السوداني. طيب. الازباع اللي فات كريم كنا مع بعض هنا وقلت لك ان صبح هيلعب مطش اسموحها ويرجع عوات في مطش افريقي. صح. بعد مطش افريقي على طول بتاع المريخ ظهر ستوري لمحمد صبحي. شكبالا كمان انت قلت شكبالا هيشارك وفعلا شارك في. بالضبط وقلت ان شكبالا هيشارك اساسي. بعد مبارات المريخ ظهر ستوري لمحمد صبحي ان هو بمعترض على القصة دي. هتحكي لك اللي حصل في الفندو هناك. هاي. الجهاز الفني راح لمحمد صبحي ورى له السكرين شوت للستوري المنتشرة. محمد صبحي فوجي. بيها. قال لهم انا لسه عارف بالستوري ديت منكو. انا الحسابي هو انا ما نشرتش اي حاجة ودي ستوري مفابركة. فلعب رد بان الستوري دي مفابركة ونشر ان الستوري دي مفابركة. الزمالك كان متفق مع محمد صبحي ان انت هتكون موجود مطش اسموحها. وعواد هيرجع مبارات افريقيا. وده كان النظام او السيستم اللي الجهاز الفني شغال به مع السونائي. محمد صبحي ما اعتردش في مبارات المريخ ما حصلش اي ازمة. بدليل ان قبل كده محمد صبحي كان بياخد وعود من جهاز الفني ان هو يشارك وما كانش بيشارك اللي عب ما كانش بيعمل مشكلة. فالجهاز الفني راح للحارس تأكد منه ان القصة ديت. ورفضوا توقيع غرامة عليه. لان تأكدوا ان الحارس ما افتعلش اي ازمة ومنشرش اي حاجة. تدل على انه اعترد ان عواد رجع تاني للمشاركة مع الزمال. وبالتالي مفيش اي مشكلة بالنزل الحمد. مفيش اي مشكلة ما بينهم الاثنين. وده لما لعب مطشة سموحة ادى بشكل جاي جدا. وعواد لما لعب مطشة المريخ كان واحد من اللعيبة الممازينة. مين زلع مطشة ترجي؟ عواد مستمر زي ما هو حارس او حارس. وصبح يرجع الدولي ولا عواد هيكمل. لا هم رفضين في الزمالك فكرة تطبيق سياسة الدور ان ده ياخد دوري وده لكن محمد صبحي بيدوره فرصة ان لما تكون فيه فرصة ان انت تشارك تشارك في مثلا فترة دايقة ما بين مطشين فيدخلوا محمد صبحي. فيه مطشة كاس يدخلوا محمد صبحي. لكن المطشات اللي جايز مالك عنده ترجي في مطشين افريقيا واربعا. فكل دقيق بنسبة كبيرة هيكون عواد هو اللي حارس زمالية. العنوان القادم لأستاذ حسام زايد. الاهل يسعى للتخلص من برونو سافيو. صحيح فعلا ده اللي حصل خلال الفترة الماضية. بنسبة كبيرة الاهل بيحاول انه برونو سافيو يرجع بوليفيا مرة تانية. دوري البوليفي لسه للقيد هناك مستمر باب القيد لغاية 28 مارس. القصة طبعا يعني انه برونو سافيو لغاية دلوقتي الراجل مرسل كولر مش مقتنع بيه. بدليل انه هو استبعاده حتى من كاس العلم للاندية وما كانش موجود. وحصل كلام بقى ايه اللي حصل في المعسكر والكلام ده كله. النادي الاهل كان بيحاول الفترة ولسه بيحاول غاية دلوقتي انه برونو سافيو يخرج جيروح الدوري البوليفي او اي دوري من الدوريات اللي لسه القيد ما تقفلش فيها على اساس انه على الاقل يتخلص من القيمة الراتب الخاص باللاعب. الاهل قيمته مقفولة كان فيه كلام بقى هل ينفع الاهل يجيب حد ما كانه لكن بعد غلق باب القيد في مصر هنا ما ينفعش انه الاهل يجيب اي لاعب حتى لو كان فري من بره. فالوضع حاليا انه الاهل بيحاول انه هو بيخرج برونو سافيو سواء على سبيل الاعارة او سواء على سبيل انه هو بشكل نهائي في الفترة الحالية. ممكن اسألكم سواء لانتو اتنين بره الملهج؟ بره الملهج عايز اخش كده بقسيلا برضه عشان احس ان انا بره بقى محاجة في الفترة. محمود تريزيجي ايه 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 احكايته؟ محمود تريزيجي طبعا يعني انا اعتقد انه تريزيجي حتى ولو هيمشي من النادي بتاعه ما اعتقدش انه هيرجع النادي الاهلي دلوقتي. وهضرب مثال برمضان صبحي. انا قلت انه رمضان صبحي اخطأ في الخطوة خطوة رحيله من الاهلي لبيراميدز. احنا قاعد في عصر الاحتراف وكل حاجة. لكن منطقيا انت كلاعب وسن صغير بتدور على انك تعمل افضل مستقبل بالنسبالك في كرة القدم وافضل ارقام وافضل مشوار وافضل مسيرة. حاجة من اتنين. يكون تتكمل مع النادي الاهلي ومن الاهلي تطلع تحترف مرة تانية في خطوة اهم. او كنت ترجع النادي بتاعك في الدورة الانجليزي او حتى في الدرجة التانية في انجلترا. وتحاول ان انت تسوق نفسك بره في اوروبا. لكن خطوة بيراميدز انا كنت شايفها اكبر خطأ حصل في مسيرة لاعب. تريزيجيه مش هيرجع مصر دلوقتي. هولي معلومتك كيف. اقول لك رد قطر في الفصة دي. الاهلي تكلم مع تريزيجيه اكتر من مرة. وبيحاول مع تريزيجيه. لكن تريزيجيه مش راجع مصر خالص. تريزيجيه مكمل زي ما هو ومبسوط. وبيحاول ان هو ياخد فرصة في نادي اكبر. بيحاول ان هو يرجع تاني الدورة الانجليزية. مش عايز يعني يكمل هو في تركيا. حابب ان هو يرجع تاني. كان موجود ليه تجربة مع أسطنفيلة. فحابب ان هو يرجع تاني الدورة الانجليزية. الاهلي بيحاول يضعط على تريزيجيه بيكلمه تريزيجيه. لكن تريزيجيه لحد ما بديتكلم دلوقتي. تريزيجيه مكمل في احترافه. ومصر ان هو ياخد تجربة الاحتراف لآخر محطة ممكن. معلوماتي لكو تريز سأولها انت خلصتها في الواقصة علي. لا بقرش. يعني جود يعني. هو فعلا النادي الاهلي تحدث مع محمود ريزيجيه بشكل ودي في شهر ديسمبر الماضي. وكان بيفكر كمان يضمه فيه فترة الانتقالات. قال شتوية لو ما كانش عنده ماناة وطبعا الناديه ما عندهوش ماناة. وكان ردت ريزيجيه له شكين. شك اول لقاله هواري ده بالزبط انه اللاعب عايز يفضل موجود في الصورة في اوروبا. انه يتحرك كمان من نادي ترابزون هو مش عايز يكمل مع نادي ترابزون طول الوقت. او عايز ياخد خطوة زي ما كان عنده خطوة اسلون بيلا. بل كده فياخد خطوة جبيلة تاني. ففاكرة الانظار في اوروبا احسن ما نيبقى موجود كمان في النادي الاهلي في افراقيا. مش اسم النادي الاهلي في افراقيا. غير في اوروبا. فدي وجهة نظر اولى عند محمود ريزيجيه. الحاجة التانية. اللي ترزيجيه ما تتكش عليها بس شاور عليها. ان السرر او الراتب بتاع ترزيجيه دلوقتي في ترابزون هو راتب كبير جدا. اكبر بكتير من اي راتب لاعب في النادي الاهلي بياخده في الوقت الحالي. وبالتالي الراتب كمان كان يبقى فيه مشكلة. بس لو كان ترزيجيه ما عندوش مانع من حيث المبدأ. انه ايه كان ممكن يتفاوض طبعا في موضوع الامور الملادي. مش عايز احسسكو يعني انه ترزيجيه رفض لامور ملايا. بس الهدف الاساسي اللي قاله هواري دلوقتي انه اللاعب عايز يكمل فيه اوروبا. واللي اكيده حسام زايد او نصح به انه اللاعب لازم يقوم موجود في اوروبا مرة او. طيب ممنازمة اوروبا. مثل الدنماركي يخصم 300 الف دولار من مستحقات الزمالك في صفقة بيع امام عشور. احنا لما صدقنا فيه فلوس بتخش. اه يعني لما صدقنا فيه فلوس وبعدين الناس كمان بتنتقد ان الامام ما خرجش بمبلغ كبير. فالمبلغ يجي مخصوم منه 300 الف دولار. اه ليه بقى. خليني في الاول اقول لك امتى الفلوس اصلا توصل. اه تواصلت مع مسؤول في نادي الزمالك. قال لي ان المفروض ان مثلا تبلغهم ان اليومين دول يا الحد يال لاثنين هتكون الفلوس وصلت وتسمع في حساب الزمالك. الفلوس ايه كيمة الصفقة بالكامل؟ كيمة الصفقة بالكامل الزمالك اشترط حصوله على قيمة الصفقة كاش. فالصفقة والفلوس كلها جاية دفعة واحدة ولكن هيتخصم منها حوالي 300 الف دولار. دول نسبة رعاية لنادي المحلة. امام كان من نشئين نادي المحلة ولعب فترات كبيرة في المراحل السنية لنادي غزل المحلة. ففي حق ارعاية لنادي غزل المحلة مثلا هيخصم مبلغ حوالي 300 الف دولار من الفلوس ويحولها لنادي غزل المحلة عشان ما يدخلش الزمالك والمحلة في قصة مع بعض يعني. كده ما زعلتنيش. انا مهم بس الفلوس تخش عننا فانداف مصر. اه لا موجود. فكده رايح الزمالك في بيتها يعني. اه لا موجودة. وباقي الصفقة يتحول للزمالك. اه اللهم كان بقى الباقي. اه بتكلم في حوالي 2 مليون 600 تقريبا. 2 مليون 600. اه تقريبا يعني. مبلغ ينعيش غزلين نادي الزمالك. اه اكيد وانا عايز اقول لك يعني زمالك مستني المبلغ لان عنده يعني ابواب كتير مفتوحة واللعيبة نفسهم مستنيين الفلوس دي عشان مستحقتها. اللعيبة ماخدتش مستحقتها؟ اه اللي انا عارفه من الادارة ان قبل ماتش سموحة او بعد ماتش سموحة تحديدا يعني قبل الصفر الليبيا زمالك صرف لللعيبة حوالي 16 مليون جنيه. جزء من المستحقت المتأخرة كل واحد بنسبة ما وفقا لقيمة عقده وقيمة ردبه يعني. ففيه 16 مليون جنيه تصاروا فوق خلال الفترة اللي فاتت. لكن طبعا اكيد اللعيبة لسه برضو لها جزء كبير مستحقت متأخرة ومكافئة الدورة اللي فات كنا اتكلمنا في القصة دي. فلسه يعني. قبل ما سيب امام عشور توقع نجاحه في اوروبا؟ بص اتوقع نجاحه في اوروبا اه كموهبة ومن ناحية الفنية لكن فيه شقين. الشق الاول دماركة هتبقى عاملة ازاي؟ الشق التاني هتتعلم لغة وتحاول ان انت تنمي نفسك وتحاول ان انت تتطور بسرعة برا الملعب ده هيفرق معاك. لان انت لو ما قدرتش ان انت تتأقلم ودي مشكلة بتقابل المصريين او المحترفين المصريين برا على طول انهم ما بيقدرش يتأقلم. الاجواء هل هتقدر تتأقلم على اجواء الدماركة؟ وبرضو عشان الناس اللي ربطت بقصة امام يرجع مصري ومش عارف ايه. خليني اقولك متلند تحديدا يا كريم لما زمالك او امام عشور ووكيله فكروا في موضوعه في خطوة متلند هم مفكرين فيها عشان يبقى محطة لنادي تاني. يعني انا ما كنت بتكلم مع الاجنت بتاع امامه وبتكلم مع المقربين منه. قالك احنا واخدين متلند خطوة لنادي تاني. مش مش فكرة ان احنا هنطلع نحترف فنقعد سنة سنتين فنرق لا القصة دي مرفوضة. يعني يتدرب على الاجواء والشغل بتاع اوروبا في متلند. بدلا ما يلقى فجأة على دولة انجليزية مثلا. بالظبط. ومتلند كمان بوابة لان فيه اندية كتير جدا بتتابع متلند ومتلند فيه مالك من الملاك يعني ليه نادي تاني في الدورة. يعني اعتقد برينت فورد تقريبا. يعني هو محطة كويسة جدا انه ممكن امام يطلع منه على دور كبير. ان شاء الله لسا مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل مع حسام وهواري حوار ممتع وكواليس رائعة كالعادة خليكم. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى ناخد عنوان بقى على طول من حسام زايد حسام سايد بيقول موعد السوبر ليج الافريكا والفرق المشاركة. امتى? امتى عشان السؤال دوت مصر كلها بتسألوا محادش عارف سوبر ليج ده امتى اصلا. صحيح. حمناس مع السوبر ليج. محير والناس كلها بتسأل هل فيه تعارض بين السوبر ليج ودوري ابطال افريقيا طيب بطولة عربية الموعيد عاملة ازاي؟ فانا توصلت مع احد المسؤولين في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. قال لي ما فيش اي تعارض تماما ما بين التلات احداث لانه هم بيتعاملوا تلات احداث كبرى دوري ابطال افريقيا البطولة العربية السوبر ليج. السوبر ليج السنادي في اول نسخة ليه هيكون زي نسخة تجربية. مش بالعدد الكبير للاندية اللي كان منتظر او كانت الناس بتتكلم فيه لكن هيكون بتمان اندية فقط. الدوري ابطال افريقيا النسخة الحالية هتخلص في شهر مايو. البطولة العربية النهائيات بتاعتها هتكون في شهر سبعة. السوبر ليج هيكون في اواخر اكتوبر اوائل نوفمبر. الفرق هيقام بمشاركة تمان فرق زي ما قلنا في اول نسخة هنقولهم دلوقتي. الفرق دي التمانية مش هيشاركوا في الدوري التمهيدي للموسم الجديد من دوري ابطال افريقيا. فبالتالي هيكون متاح بالنسبة لهم ان هم يشاركوا في السوبر ليج. هتكون تجربة الكاف هيشوف فيها تجربة عاملة ازاي كبرها ازاي السنوات القادمة. الكلام ده كله. فيها تمن اندية زي ما قلنا. الاهلي بالتراجي التونيسي. الوداد البيضاوي المغربي. مازينبي الكنغولي. سانداونز. الجنوب الافريقي. هوريا كوناكري. الغيني. سيمبا التنزاني. وبيترو اتليتكو الانجولي. دول التمن فرق اللي هيكون في اول نسخة من السوبر ليج الافريقي. طبعا كل الاندية دلوقتي عايزة تشارك في اكبر كم ممكن من البطولات اللي فيها مبالغ مالية كبيرة. يعني البطولة العربية. ستة مليون دولار البطل. بتتكلم في السوبر ليج الافريقي. برضو القيمة المالية هتكون اكبر من اربعة مليون دولار او حاجة زي كده الرقم. فبالتالي مع دوري ابطال افريقيا كمان. فالاندية دلوقتي في ظروف الاقتصادية العالمية مهم ان يتحقق اكبر مكاسب مالية ممكنة. سيد هوري حقيقة رفض فتوح السفر لمباراة المريخ ومواكفه من مواجهة التراجي. طيب فتوح لما زمالك سفر ليبيا الناس فجأت انهوا في السعودية. فتوح كان فيه تنصيق ما بينه وما بين الجهاز الفني وجهاز الطبي في نادي الزمالك. هو كان تعرض لأصابة في احدى مباراة الزمالك. اعتقد كانت فارقه. واللعب غاب على اسرها اكتر من المباراة. ما كانش جاهز فنيا لمباراة المريخ عشان كده جهاز الطبي والجهاز الفني فاضلوا ان هما ما يستحبوش اللاعب لمباراة المريخ. اللاعب قبل ما يسافروا حصل على اذن واستأذن ان هو يطلع يعمل عمرة ويسافر السعودية. ويرجع وكان فيه تنصيق معاه من ادارة النادي. وبالتالي اللاعب مرافضش لانه برضو في ناس ربطت ان هو سافر السعودية وكان بدون اذن ادارة النادي. لا القصة دي خالص مش صحيحة. دم قريت ناس بيقوله بقى انه رايح السعودية كمان يتفوض على نادي. واسمات كلام بقى اعمق من ده بكتير. بص فتوح يطلع الموسم الجديد فتوح يطلع برزة مالك. توقعات يعني. بعد نهاية الموسم؟ اه توقعات اللاعب بيتكلم وبيشوفهو. انا عافية التوقعاش تبتول معلومات. يعني التوقعات عشان احنا مش في الوقت الراين يعني مش حاجة على ارض الواقع او في تحرك دلوقتي. لك انا عارف ان اللاعب بيسعى الجلب يعني اكتر من عرضه. في مصر ولا برا مصر? لا لا برا مصر. يعني برا مصر اللاعب بيفكر ان هو يروح اوروبا. وتجربة امام عشور. حسان برضو مساهد. تهدت بالك انت. اه رمهالي من تحت كده. اه بس اه عاد بس اه عادي تعملت كده عادي. تمام. في مصر ولا برا. اه اه اه. قال يعني هادي كده. قال يعني مش قاصل للشايد. انا بس عاجة نعرف. اه 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 انا بعملتهاك. فزي ما بقولك كده اللاعب اه انا يعني العرافه ان هو بيفكر ان هو في الموسم الجديد يكون في تجربة احتراف اه في اوروبا يعني. اصلي برا مصر في ناس هتموت على امام عشور. اه. على فاتوع. زي مين؟ زي النادي الأهلي برا مصر انا بقول جوه مصر شايف النادي الأهلي عايز فتوح؟ دي معلومة نادي الأهلي عايز فتوح النادي الأهلي نفسه فتوح فمش عارف إلا ممكن يحصل بقى الفترة الجاية حكذا أنا سألت السؤال بص هو طبيعي لأن علي معلول مسرته مع الأهلي خلاص نقدر نقول يتقدم به العمر طبعا طبعا في وقت الحالي كلاعب مصري يعني انا بقول لك فالعين عليه وفي مصر وممكن يعني مش الأهلي بس برا ميزا كمان يكونوا حطين عينهم على فتوح لكن انا بقول لك اللعب لو خرج من الزمالك أو هو عايز يخرج من الزمالك في الموسم الجديد هيخرج على أوروبا على بر طيب بالمناسبة قبل ما نروح لحسام موقف الوينش ايه من المشاركة في المبارات يعني عادة كنت بقول خبر ان الوينش خلاص قرب جدا من المبارات موتش مبارات تحديدا سومش هيبقى موجود في مبارات الترجي بس اعتقد هيبقى موجود بعدك انت معاك المعاد بقى بالزبط طيب خلاص هو الوينش بدأ يشارك تمرين كامل اكتبقى له تقريبا اسبوع بيشارك في تمرين كامل فاللاعب الجهاز الفني هتطلو برنامج معين ان هو يرجع امتى يرجع امتى ديت بقى بنتكلم اول عشر تيام من شهر ثلاثة يبدأ اللعب يدخل اللي همأخر شوية عودته ان المتشاط صعبة عندك الترجي في رادس فصعب ان انت تجيب اللعب من الضغر للنار ده مستحيل رغم وجود تفكير جوا الجهاز الفني يقولك طب ما اخد اللعب معي هناك عشان يعيش الاجواء حتى لو هيعود على الدكة اوه هيبقى برر الاسكور بس يبقى مع الفرقة لكن مستبعدة الى حد ما فهم رسمين ان اللاعب نبدأ نجاهزه ان هو يكون موجود معي بعد اول عشر تيام من شهر مارس ابدأ ادخله المتشاط يعني عدي الترجي وعدي براميز ويبقى اللاعب يبدأ يدخل معي اديله عشر دقائق في ربع ساعة في شوت لحد ما يبدأ يحجز مكانته الاساسية تاني في دفاع الزمالك طبعا الزمالك كانت اتأثر اكيدا كريم طبعا يعني مية في المية والجهاز الفني وقدارته الكرة وكل الناس منتظرين عودة الوينج لانه عارفين انه هيفرق جدا مع سبعينك حقيقة رحيل كابتن حسام حسن من النادي المصري كلام كتير طبعا كان خلال الساعات الاخيرة انه كابتن حسام خلاص هيمشي من النادي المصري لكن احنا هنقول الحقيقة الحقيقة انه الكابتن حسام كمل في النادي المصري المجلس الادارة برئاسة الاستاذ كامل ابو علي لم يتطرق من قريب او من بعيد لفكرة رحيل الكابتن حسام حسن طبعا الناس بتتكلم على تراجع النتائج خلال الفترة الاخيرة والكلام ده كله لكن الادارة مقدمت كل الدعم وبتؤكد على تقديم كل الدعم والمسانده كابتن حسام كابتن حسام حسن نفسه ما عندهش اي نية انه هو يغادر النادي المصري في الوقت الحالي بالعكس هو شايف انه فيه تحدي كبير قدامه بسبب تراجع النتائج عنده تحدي مهم المباراة القادمة امام نادي بيرامدز مباراة مهمة جدا للمصري برسعيدي ما فيش اي خلاف ما بين كابتن حسام وعبد الرحيم دغموم لانه الناس كانت تتكلمت انه فيه خلاف وكذا لا هو كان واخد اذن علشان كان والدته تعبانة راح يزورها يعني ورجع وهيشارك فيه مباراة بيرامدز القادمة كمان مروان حمدي الناس بتكلم على خلاف بينه كابتن حسام هو بيشارك في كل المطشات نتمنى انه الامور تكون اكثر هدوءا في النادي المصري وايضا في النادي الاسماعيل نطلع برمانهج واختلف مع حسام طيب اولا كان فيك اجتماع مجلس ادارة لنادي قبل ما تقول حاجة انا كنت لسه اقول له حسام انا تعلمت انه ما فيش دخام من غير النار بالزبط ادام في حاجة طلعت انا ببقى اخدهاش مسلم انها اشعة هي بتبقى وبعد كده نفيه اولا كان فيك اجتماع مجلس ادارة للنادي المصري الاسبوع اللي فات بزوم مع مستر كامل ابو علي اللي كان متواجد خارج القاهرة اتناقش مجلس الادارة في مصير الجهاز الفني وقتها كان تلع بيان لو تتذكر يا جريم بكرارات وطيب يا جريم كابتن طريق سليمان 100000 جنيه وخصم العيبة والقصة ديت اتناقشه في مصير الجهاز الفني والكل اجمع ان الوقت دي طيب نزبر لحد ماتش برامدز ونشوف ماتش برامدز ايه اللي هيحصل فيه خلينا اقول لك خبر يعني شوية معلومات كده ونشوف ماتش برامدز الدنيا هتمشي فيه ثلاث مدربين على طاولة المصري لو رحل كابتن حسام حسن عموتة مدير الفني المغربي وهو اسم شعير جدا في الكرة الافريقية كابتن حسام البدري وتكيس جونياس التلاث اسماء دول في حسابات ادارة المصري يجي بكابتن خالد برضو تقال كلام لكن البديل للأسماق دية لو ما فيش اتفاق تم لان طبعا هيبقى فيه صعوبة كابتن حسام ممكن يبقى فيه صعوبة ان هو تولى المسئولية عموتة ممكن يبقى خلاف مالي فلسه القصة مش محسومة لكن انا بقولك لو رحل التلاث اسماء دول اتناقشوا في اجتماع مجلس الادارة او اتطرحوا على طاولة مجلس الادارة اللي اتناقش بشكل رسمي مصير الجهاز الفني وفضلوا انهم ينتظروا لحين الانتهاء من مباراة بيرامدز اللي نتجتها اكيد هتحسم امور كتير جوة المصري كنت هل تقول ليه على اسماعيل لا كنت بقولك ان الامور نتمنى انها تكون اكثر هدوءا في الاسماعيلي وفي المصري لانه الاثنين من القدية الشعبية المهمة الاسماعيلي بدأ ياخد خطوات قدام بعد تعيين اللجنة الجديدة مع عميده فنتمنى بس ان الامور كمان تكون اكتر هدوء والمشاكل تتحل في الاسماعيل ماذا عن تجديد سيف فاروق عفر ويوسف اسماعيلي مش رائح فيه اه لا يعني هنتكلم في القصة دي بس في الاول انا عايز اقولك ان الاثنين عندهم عروض من انداف مصر وانداة كبيرة مش الاهل عشان الناس برضو ما تربطش مش الاهل تمام الزمالك هلتكلم مع الاثنين دول اتكلم معهم بس قبل كده لما الزمالك اتحرك او قدرت الكرة تحركت وجدده لسيد عبدالله نمار وحسام عبد المجيد حصل كلام مع السنائي لكن وقتها كان مين اللي متوهج اوي في الملعب نمار وحسام عبد المجيد وبالتالي الزمالك ما تحركش اوي في التجديد لسيف جعفر ويوسف اسماعيلي لما السنائي بدأوا انهم يكونوا من العناصر الاساسية الزمالك بدأ يفكر في القصة لكن هل حصل معهم مفاوضات خلال الفترة اللي فاتت لا ما حصلش معهم اي مفاوضات خاصة ان اللي السنائي كمان بتقترب عقودهم من الانتهاء ما حصلش معهم مفاوضات عقودهم تخلص اخر السنة او لا لسا اخر السنة لكن السنائي مرحبين جدا بانهم يجددوا الزمالك هيكلم معهم هيكلم بس زمالك منتظر ان بس الفترة الصعبة دي تعدي الزمالك زي ما قلت لك عنده مطشات وربعة متتالية الشهر اللي جادة كله مطشات سواء في افريقيا او في الدوري كلها مطشات صعبة ترجف برامز في مريخ في المقاولين كلها مطشات تقيلة فما فيش فرصة ان هم يتكلموا لكن الزمالك هيتحرك قريب او في التجديد للسنائي عشان يقفل الملف لان الزمالك عنده علم ان في جلسات حصلت لاستقطاب السنائي دول من احد الاندية اللي منافسها على المربع الزهبي برامز برامز مع هواري طبعا شكرا 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 ده كان ختام حليتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتم معانا شوفكم يا رب على الفخير